مساء الخير جميعاً أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا المكان العريق وفي هذا اللقاء الحواري العلمي المصصص لكتاب التأويليات وتاريخها نحو بدايات جديدة الصادر عن مؤمنون بلا حدود في العام الماضي 2023 وكما سنرى يتضم الكتاب نصوصاً بالغة التنوع والغنى عن التأويليات وهذه النصوص أو الأعمال مهداء إلى أحد أبرز مختصين في هذا الميدان الأستاذ الدكتور والصديق العزيز محمد أبو هاشم محجود قبل البدء بالمداخلات اسمحوا لي بالتعبير عن جزيل الشكر ومعظيم الامتنان للمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون بيت الحكمة وخصوصاً لقسم العلوم والإنسانية والاجتماعية فيه وأخص بالذكر رئيس المجمع الأستاذ الدكتور محمود بن رمضان ورئيس القسم الأستاذ الدكتور عبد الحميد هنية على احتضان هذا اللقاء العلمي الحواري والمبادرة إلى تنظيمه بالتعاون مع مؤسسة مؤمنون بلا حدود والدكتورة ميادة مصطفى كيالي وهي مديرة المؤسسة أود الإشارة أيضاً إلى أنه يعني يؤسفني أن أبلغكم أن هناك شخصان كان شخصين كان يفترض أن يشاركان معنا لكن تعذر عليهم على كليهم المشاركة لأسباب خارج عن إرادة وهما الأستاذ الدكتور فتحي التريكي والأستاذ الدكتور سعي التوفيق لأسباب خارج عن الإرادة ونتمنى لهما كل الصحفة والعودة سليمة إلى الوطن لكن تبقى البركة في الحاضرين هنا أو عبر أثير الويب وليس الزوم في كل أحوال سنبدأ مداخلات اليوم وهي كثيفة لدينا أربع خمس مداخلات سنبدأ المداخلات اليوم بكلمة للدكتورة ميادة مصطفى كيالي وهي مديرة مؤمنون بلا حدود ناشرة الكتاب والدكتورة ميادة هي باحثة وكاتبة سورية تحمل شهادة دكتورة في الحضارات القديمة تشغل حاليا منصب مدير العام لمؤسسة مؤمنون بلا حدود في غيروت والشارقة ساهمت دكتورة ميادة خلال مؤسسة مؤمنون بلا حدود خصوصا في إنتاج ونشر أكثر من أربعمائة أصدار شملات كتبا وأبحاثا متميزة في مجالات الفلسفة والفكر والدراسات الدينية تضر لها مؤلفات إبداعية منها أحلام مسروقة 2010 ورسائل وحنين في 2013 وأخرى أكاديمية منها المرأة والولوها المؤنثة في 2015 وهندسة الهيمنة على النساء الزواج في حضارات العراق ومصر القديمة 2018 كلمة لك دكتورة ميادة فضلي بداية بدي أعتذر على الصوت نتيجة المرض وإن شاء الله ما يكون يعني مزعج أود أن أتقدم بالشكر جزيل إلى بيت الحكمة أود أن أتقدم بالشكر جزيل إلى بيت الحكمة في تونس على استضافتهم الكريمة لهذه الندوة المميزة ويسرني اليوم أن أكون بينكم كممثلة عن مؤسسات مؤمنون بلا حدود لتقديم هذا العمل الهام إن هذا اللقاء يعكس التعاون المستمر بين المؤسسات الفكرية في العالم العربي وتونس لها مكانة خاصة بلا شك سواء بالنسبة إلى مؤمنون بلا حدود أو بالنسبة لي شخصيا لما شهدته وحضرته هنا من محطات مفصلية في مسيرتي مع مؤمنون بلا حدود إن الذكريات مع تونس تعود إلى سنوات مضت حين كانت أولى الندوات بين عامي 2013 و2014 نظمتها مؤسسة مؤمنون بلا حدود واستقطبت العديد من الباحثين والمفكرين وأساتذة الجامعات لتحل مؤسسة مؤمنون بلا حدود في عام 2015 ضيف الشرف في معرض الكتاب بتونس وعلى رأس المعرض أستاذي الفاضل الدكتور محمد أبو هاشم محجوب وكان ذلك الاحتفاء الكبير بمؤمنون بلا حدود حينها يعكس مدى ما لمسه الجميع من اجتهاد المؤسسة في تقديم مختلف المشاريع الفكرية وفسح المجال من خلال منصتها لاستضافة مروحة واسعة وعريضة لمدارس عديدة في الفكر والدين والفلسفة في تلك الفترة لم تكن مؤمنون بلا حدود قد أطلقت بعد دار النشر الخاصة بها لكن مع نهاية ذلك العام عام 2015 تم تأسيس دار النشر في لبنان لتكون الحاضنة الرئيسية للإنتاج المعرفي للمؤسسة الذي تخطى حتى اليوم حاجز الأربعمائة عنوان في عام 2019 وبمناسبة معرض الكتاب أيضا عدت مرة أخرى إلى تونس حيث شهد جناح مؤمنون بلا حدود مهرجانا للتوقعات واللقاءات الفكرية ثم جاء عام 2020 وفرضت جائحة كورونا تحدياتها على كل مجالات الحياة والثقافية على رأسها وهنا كان التحدي الكبير في مسيرة مؤمنون بلا حدود فتحولت دار النشر لتصبح ليس فقط الحاضنة للإنتاج المعرفي بل الحامية لهذا الأرض الغني الذي قامت المؤسسة ببنائه عبر سنوات من العمل الجاد والملتزم واليوم بهذا التاريخ من عشرين أربع وعشرين من هنا أرى أهمية تواجد اليوم بينكم في هذه الندوة وفي استضافة بيت الحكمة العريق لأمثل مؤسسة التزمت ولا تزال بنشر المعرفة والبحث الرصين وتستمر في الإضاءة على كل المشاريع الفكرية الهامة في الوطن العربي والعالم اليوم نجتمع للحوار عن هذا الكتاب الهام وهو التأويليات وتاريخها نحو بدايات أخرى أعمال مهدات إلى محمد أبو هاشم محجوب للإشادة ليس فقط بمشروع التأويليات الذي رعته المؤسسة بل للاحتفاء أيضا بعلم من أعلام التأويليات وهو أستاذي الفاضل دكتور محمد أبو هاشم محجوب إن مؤسسة مؤمنون بلا حدود اليوم تفخر بما قدمته من أعمال غنية في مجال الفلسفة والفكر سواء من خلال الأعمال الأصلية أو المترجمة وتفخر أيضا بكونك أستاذي كنت ولا تزال ركنا أساسيا في مسيرة مؤمنون بلا حدود نحن جميعا في المؤسسة فقرون بإسهاماتك الفكرية الرائدة وبدورك الهام في تطوير مشروع التأويليات لقد قدمت مؤمنون بلا حدود جملة من الأعمال اندرجت تحت مسمى سلسلة التأويليات وكان بعضها مترجما والآخر تأليف وقدمت مجلة تأويليات الرائدة في العالم العربي وصدر منها ستة أعداد لا يفوتني أن أكرر الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع وأقصد مشروع التأويليات وخاصة أستاذي الدكتور محمد محجوب وصديق العزيز الدكتور فتحين جزو اللذين واصلوا العمل على مشروع مجلة التأويليات بكل تفانن وإخلاص رغم كل التحديات إن المؤسسة تستمد قوتها من الثقة التي وضعتموها فيها ومن إبداعاتكم الفكرية التي نفتخر ونعتز بها أستاذي الدكتور محمد محجوب أشكر لك مسيرتك الطويلة في خدمة المعرفة والفكر وأسعد دائما بالتعاون معك وأتمنى أن نواصل معا مشروع التأويليات كما كنا فيه السابق وأكثر بالنسبة للكتاب سأتحدث سريعا لأترك المجال للصديق حسام الدين درويش للمتابعة فهو عبارة عن مداخلات علمية وفكرية كانت مقررة في إطار ندوة علمية لمؤسسة مؤمنون بلا حدود لكن تم إلغاء الندوة بسبب جائحة كورونا 2020 وتم استكمال المشروع بعد ذلك بتحويل المداخلات والمشاركات الفكرية إلى نصوص مكتوبة حيث ساهم فيها عدد من المفكرين والباحثين في مجال الفلسفة والتأويليات بقيادة وتوجيه الأستاذ الدكتور محمد أبو هاشم محجوب في النهاية بلا شك يمثل هذا الكتاب استمرارا لمشروع المؤسسة في تقديم الانتاج الفكري الذي يساهم في تجديد الفكر العربي والإسلامي ويعد إضافة هامة للمكتب الفكرية والفلسفية المعاصرة وأود تأكيد من موقع اليوم في إدارة هذه المؤسسة انفتاحي وترحيبي بالتعاون مع المؤسسات الفكرية والجامعات والمعاهد الرائدة في تونس والعالم العربي لتوحيد الجهود ربما وتبادل الإنتاج المعرفي وكل ما من شأنه دعم البحث والباحثين تحياتي لكم وعزروني على الصوت المتعب شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك دكتورة ميادة كما تراحزون في الندوة في مداخلة الدكتورة ميادة لكن حتى في المداخلات أخرى سيختلط الخاص بالعام والشخصي أو الذاتي بالموضوع وكل منهما يعزز لآخر وسأبوح بسر بسر بسيط أن كان هناك إلحاح واتصال خاص من الدكتور محمد أن رجاء أن ابتعدوا عن شخصي يعني نريد أن نركز على الموضوع لكن الندوة والكتاب وأن نجتمع هنا يتقاطع فيها ثلاثة بواضيع مختلفة يعني من ناحية أولى الحديث سيكون عن التأويليات عن هذه النطيقة وتاريخها وأفقها وحاضرها إذن هذه من ناحية أولى لكن من ناحية ثانية غير الموضوع العام نحدث عن هذا الكتاب تحديدا أيضا فيه نصوص بالغة الغنى متنوعة من عرب وغير عرب باللغة مترجمة وغير مؤلفة مواضيع متعددة للنطيقة الدينية أو غير الدينية إلى آخره لكن من ناحية ثالثة وهنا سيتقاطع كما سنرى في مداخلات يتقاطع أيضا الشخصي سنتحدث عن محمد محجوب المشتخل والمختص من أبرز المختصين في الهنطيقة في العالم العربي وهنا ليس مسألة بمعنى علاقات ودية وشخصية وإنما هي بحث موضوعي ودراسة موضوعية في هذه المسألة ويعني سأبدأ بالإشادة ليس فقط بالإشارة إلى العنوان يعني أحيانا كنا نتحدث عن كتب أخرى يعني ظاهر من عنوانها لكن هنا العنوان له دلالات أولا التعددية عندما نتحدث عن التأويلية ليس التأويلية وعن بدايات ليس بداية إذن هذه التعددية يعني أنا من الزاعمين أن الهرمنطيقة أو التأويلية هي أفضل من يقدم للتعددية في المجال المعرفي بمعنى سأحدث عن ذلك ربما في سياقات أخرى لكن ربما الفعل الوحيد الفعل المعرفي الوحيد الذي يتضمن منذ نشأته منذ القول به إقرار بالآخر عند أقول أول هذا يعني أن هناك تأويل آخر غير أن عندما أقول أنا أعرف أنا أعلم حتى لكن أقول أنها إذن هناك نسبية في المعرفة أو منظورية في المعرفة وليس نقصا في المعرفة عندما أقول أنا أظن أنا لا أدري كذا هذه تقول أن هناك معرفة أخرى لكنها ناتجة عن النقص لكن أنا عندما أقول أنا أؤول إذن أنا أقول أن هناك معرفة أخرى مشروعة هناك رأي مصالف لرأي مشروع وهذا ما أراه هنا أصلا حتى في الحديث عن التأويليات وعن كلمة بدايات يعني كنت ذكرت منذ قليل أن الهرمنطيقة يعني مشسبها أو مشكوهم بها أنها ذات علاقة قوية أكثر من اللازم مع الماضي يعني بمعنى ما الإشارة بهذا الماضي أو الإشارة إلا أن فيه غنى يمكن البناء عليه لكن هنا الحديث عن بدايات إذن المنطيقة صحيح أن لها علاقة قوية ما بالماضي لكن يمكن للحاضر أن يكون هاجسا لها ويمكن أن تشتغل على أفوق المستقبل وهنا قبل أن أعطي الكلمة للدكتور فتحينجزو سيعني ربما أستشد بما قاله في التقديم إن الحاجة إلى الماضي جزء من النسيج الزماني للوعي البشري وليست من جنس الحاجات العقدية الإنتيولوجية أو السياسية الطارئة ولا هي من النزوات العابرة وهي حاجة إلى إعادة بنائه بطريق السرد والذكر والاستحضار التي تمكن جميعها من احتمال ثقل الحاضر الحي وتجعل الفكر قادرا على مناظرته في يومه أي في اليوم الفلسفي الذي يجعل له انتسابا إلى الكلي والذي يجعله جزءا من الأفوق الإنساني وهذا يعني الكلام مقتبس من تقديم الدكتور فتحينجزو للكتاب قبل أن أعطي الكلمة له سأود فقط التعريف سريعا يعني هو من آل البيت وأنا من الصحابة هنا أو من الضيوف لكن هو باحث أكاديمي تونسي مختص بارز بالهنوطيقة في العالم العربي وهو أستاذ بجامعة محمد بن زايد العلوم الإنسانية وشغل منصب أستاذ التعليم العالي في الفلسفة جامعة تونس المنهار نشر العديد من الأبحاث المؤلفات منها هسر واستئناف المتفزيقة هسر ومعاصره من فيلميولوجيا اللغة إلى تأويلية الفهم وقول الأصول هسر وفيلميولوجيا التفهم ومعرفة بالمعروف تحولات تأويلية من شلاير ماخر إلى دلتاي وهناك طبعا مؤلفات أخرى لكن بإضافة إلى كونه مؤلفا يعني بارزا ومختصا في هذا المجال لديه العديد من الترجمات المهمة في هذا المجال دكتور فتح تفضل كلمة لك شكرا دكتور على ما تفضلت به من اللحظات لا نسمعك أظن هناك ميوت لديك أم من لا نسمعك والآن نعم مفروض الصوت مفتوح غريبة أنا سمع الصوت ليش هو مش مفروض المشكلة من هنا أم من لديه والآن أحاول مرة أخرى دكتور فتحي إذا سمحت في القناة في الـ اه 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 تحدثي ربما الصوت كان مسموع في السابق تمام الآن نعم تفضل ممتاز قبل أن يهرب الصوت شكرا دكتور وتحية إلى الحاضرين في بيت الحكمة دكتور محجوب وفي المقام الأول وكذلك دكتورة ميادة الكيالي مديرة مؤمنون بلا حدود وحاضرون في تونس صديق عماد عماري وكذلك الصديق والزميل العزيز محمد السيد الداباه من موريطانيا الحبيبة وحديثنا عن هذا الكتاب الذي ظهر منذ فترة قريبة في السنة الماضية قبل أن أتحدث عنه أو أن أشكر وهذا واجب ضروري أولاً الفكرة التي بمقتضاها صارت مؤمنون بلا حدود إذن تنجز مثل هذا العمل التعريف بما تنتج من كتب وإزدارات للجمهور العريض أنه صار عندها الآن طبقة محترمة من القراء ينتظرون هذه الانتجات ويقبلون عليها أقبالاً جميلاً وكذلك الصمود إذن هذه المؤسسة رغم العراقيل والصعوبات واستمرارها في السنة التي وضعتها من الاشتغال في مختلف حقول الفكر ولسيماً الفلسفة وتخصيص إذن جزء من مجهود الدار للمجال التأويلي من خلال السلسلة التي ابتدأت ونتمنى أن تستمر في نشر الكتب المؤلفة والمترجمة وكذلك من خلال إذن الحفاظ على المجلة الوحيدة التي بقيت في المؤسسة ورقياً على الأقل تصدر وهي مجلة التأويليات بلغت أو العدد السابع هو يصدر إذن إن شاء الله في أقرب الأوقات وهو جاهز تقريباً الشكر أيضاً لبيت الحكمة التي استقبلت هذه المناسبة الطيبة ويعني تساهم على الأقل بقصة ولو يسير في التعريف بالإنتاج الفلسفي والكتاب الفلسفي الذي صحيح هو من إنتاج المؤسسة المحترمة التي إذن كنا نتحدث عنها وهي صاحبة الفضل في إخراجه وصناعته ولكن أيضاً هو إنتاج تونسي يعني هو اجتماع كفاءات وإذن باحثين من جزء من تونس الجزء الأعظم وكذلك من باقي الدول العربية للاحتفاء بالعمل الفلسفي لدكتور محمد محجوب طبعاً انقطعها في الأثناء لأنه حدثت الجائحة التي ذكرتها الدكتورة ميادة وتأجلت الندوة ولكن في نهاية المطاف لم نستطع عقدها وحولناها إلى هذا الكتاب الذي شارك فيه ثلاء من الباحثين والمفكرين وربما يبقى هذا الكتاب ذكراً أولاً ذكراً جميلة لأنه فيه تكريم واحتفاء يندر تقريباً في العربية أن يحدث بشكل المرجوع والثاني هو أنها أيضاً ذكرة الفترة الصعبة التي مررنا بها جميعاً ونحن موجودون هنا ربما لأننا نجونا من عبور الصراط الذي مررنا به في 2020 إلى 2028 تقريباً ما طيلت سنتين تقريباً فالحمد لله على كل حال الأمر الثالث هو أن الاحتفاء بالتكريم في هذا الكتاب لا يعني أن عمل ذا محمد محجوب هو كله مخصص للتأميلية حتى لا يقع في ظن القارئ غير المتخصص أو القارئ الذي يعرف جزئياً المنشورات والمعطيات في الفلسفة أن التخصص الذي ينسب إلى محمد محجوب أو أحياناً إلى بعض الباحثين الآخرين من الأساتذة هو نسبي إلى حد كبير لماذا؟ لأن التفكير يمكن أن يتركز يأخذ وجهة يأخذ أسلوباً تأويلياً ولكن التأويلية في نهاية المطاف ليست بالضبط هي جزء كلاسيكي من أجزاء الفلسفة هي أوسع من ذلك بمعنى أنها تتصل بمعارف وعلوم أخرى وفي الفلسفة هي تحاول أن تفتك لها موقعاً بمحاذاة التخصصات الأخرى فإذن الذي هو غير معروف عند الجمهور أن محمد محجوب اشتغاله الأساسي هو في تاريخ الفلسفة أولاً يعني تاريخ الفلسفة نحن درسنا هذا الأمر على يديه تاريخ الفلسفة القديمة تاريخ الفلسفة الحديثة أيضاً وبالشكل خاص تاريخ الفلسفة المعاصرة ثم من بعد ذلك وأيضاً تاريخ الفلسفة الإسلامية في نوع من السفر والتنقل بين هذه المجالات بارتياح كنا تلقيناه في الدروس وتشكلت به نظرة وأسلوب عمل ربما ليس له نظير بالمعنى الحرفي في المؤسسات الجامعية الأخرى إلى حد الآن عندما ألتقي أصدقاء من الدول العربية المختلفة دائماً يشيرون إلى هذا الأمر إلى أن هناك في الانتاجات الفلسفية إذن التونسية ما يدل على روح خاصة في التعامل مع التراث الفلسفي وهذا يؤثر في القراءة ويؤثر في الباحثين ويعطي انطباعات جيدة وثابتة أنا لمستها فعلياً عند الأصدقاء وعند الزمالة إذن هذه عناصر مدرسة تشكلت منذ عشرات فترة طويلة ولكن انطبعت فكرة التأويلية في مرحلة معينة وصارت هذه الفكرة هي المنظمة لمختلف الاهتمامات الفلسفية سواء لمحمد محجوب أو للعاملين معه من الذين يشتغلون على الرسائل وعلى أبحاث الدكتوراه ثم الباحثين المتقدمين الذين استطاعوا أن يعملوا في ترجمة المنصوص أو في التأليف فصارت منذ تقريباً أواسط الألفينات عفواً بداية الألفينات مع تأسيس تكريس التخصص التأويلية في الجامعة التونسية الذي لم يكن موجوداً في الحقيقة وليس موجوداً في معظم الجامعات العربية تكريسه في الدراسات العليا وتكريسه في دراسات الماجستير ثم في رسائل الدكتوراه صارت هناك هوية شخصية خاصة في هذا النوع من العمل طبعاً لا يخفي ذلك أن الأساس في الانشغال بالتأويلية هو دائماً مادة أخرى تسبقها أعني مثلاً فلسفة هيدغير أو الفلسفة الحديثة أو فلسفة أفلاطون أو أرسطون التأويلية في حد ذاتها ليس لها أهمية إلا بالمادة الفلسفية التي تشتغل عليها فلذلك هي تحمل معها هذه المادة ولكنها لا ترى ما يرى للقراء والمتابعين هو الصيغة النهائية التي تخرج بها أما المادة التي تحملها معها يعني الذي يسميه محمد المحجوب الاشتباك مع النصوص فهذا لا يظهر إلا قليلاً حيث أن المادة الأساسية للعمل التأويلي هي مادة فلسفية سابقة وتقتضي معرفة ثابتة بالتاريخ الفلسفة وبالتراث الفلسفي القديم الغربي والعربي الإسلامي والحديث والمعاصر فإذن هي مهمة ثقيلة في الحقيقة ليست مجرد عنوان شكلي يوضع هكذا للبحوث هي مهمة صعبة ومهمة ثقيلة طلع بها محمد المحجوب في الجامعة التونسية وأجدوا أن هنا ما سنحت المناسبة لتكريمه في ذلك الوقت الذي تحدثنا عنه طبعاً في أفق استقبال القراءة كانت فكرة التأويلية هي الفكرة الأنسب لأنها سياق ولأنها جامعة لمختلف البحوث ومختلف الأنشطة التي اشتغل بها فإذن الأولية التي تتمتع بها التأويلية يمكن تفسيرها بثلاث أصناف من الأسباب الصنف الأول أن التأويلية لها القدرة على توفير لغة مشتركة بين الباحثين أو بين المفكرين لغة مشتركة هذا النمط من الكويني هي سياق جامع نشأ بالتدريج ما صار الآن إذن عنواناً لمجامع فلسفية وإذن أنشطة كثيرة ومنشورات أيضاً فإذن هذا العنوان ليس تخصصاً دقيقاً جامعياً فقط ولكنه أيضاً هو نوع من إطار الجامع للبحوث ولتكوين الباحثين أيضاً وللإنتاج الفلسفي بالمعنى الحصري أقول هذا الكلام لأنه لا يصعب أن تجد في العنوان الفلسفية المتوفرة في السياق التداولي العربي ما يمكن أن يجمع مثل الفلسفة التأويلية ونظيراتها أقصد مثلاً الغافد الفينومينولوجي الأساسي لهذه الفلسفة أقصد مثلاً المصادر الأساسية من تاريخ الفلسفة الحديثة أقصد أيضاً المدارس المعاصرة القريبة منها الكانتية المحدثة الفلسفة التحليلية المظرية النقدية المدارس التأويلية الأدبية ثم اللاهوت وفلسفة الدين إلى غير ذلك فعندك مجال كبير جداً واسع يستطيع استقطاب الباحثين وتكوينهم على مستوى عالي السبب الثاني أو الداعي الثاني أن التأويلية أيضاً هي عابرة للتخصصات وعابرة أيضاً للفلسفات والمذاهب والنظريات وهي فكر كما ذكر الدكتور حسان في البداية فكر يحتمل الآخر يعطي الحق للآخر وأنا أفكر في تقديم هذا الكتاب خطرت على بالي الفكرة أن القدرة على الاحتمال الآخر في نوع التنافس الفلسفي هذه غير متوفرة وغير موجودة بسهولة من ذلك مثلاً ما نراه في كثير من الأوساط الجامعية في تونس وخارجها في الدول العربية أيضاً من نزوة بعض الطيارات الفلسفية إلى أقصاء غيرها إذن هي توجد من حيث أنها لا تتحمل أن تدخل في نوع من الاشتراك ونوع من التفاعل مع التخصصات النظيرة عكس ما حدث تماماً في المجال التأويلي الذي لم يعلن عن نفسه أبداً أنه عدو لأي تخصص آخر ولم يعلن عن نفسه أنه ينوي استبعاد أو إقصاء ولكن هل رأيتم ندوى أو مؤتمر فلسفياً يكون فيه الجمع بين متخصصين في الفلسفة التأويلية أو الفلسفة الفينونيولوجية أو غيرها وبين نظراء لهم من التخصصات الأخرى لا يوجد لا يوجد لا لأن الصدفة تركت ذلك ولكن لأنه ليس هناك تقبل متبادل بين الباحثين في المستوى الأكاديمي فإذن الفكر التأويلي فكر متسامح يعتبر نفسه جزءاً من الآخرين يفعل مع الآخرين ويستمد مادته الأساسية إذن من المناظرة الجدل الحوار الذي إذن يقيمه مع المحاورين أو المخاطبين له دور فإذن أنوه بهذا الشرط الأخلاقي إذن التأويلية أخلاقية أيضاً نوع من ليرمينوتيكا موراليس يعني بالمعنى عصر الأنوار هي فيها شروط أخلاقية في التفكير من درجة عليا السبب الثالث هو أن التأويليات هي أيضاً فرصة ونوع من العمل يدرب الباحثين والمفكرين على العمل المثابر والصبور لكونها تتعلق بنوعية صعبة من النصوص لا فقط النصوص الفلسفية النظرية وإنما كذلك النصوص الدينية النصوص العلمية النصوص الأدبية النصوص الصعصة الآتية من التقاليد الفيلولوجية وكذلك مختلف أصناف النصوص فهي تتشابق معها باستمرار ولذلك يصعب أن نقف في التأويلية على نوع من التخصص الفلسفي الخالص إنما هو تخصص مختلط بغيره بالضرورة يأخذ المادة من غيره أيضاً فإذن هذا يحتاج استعداد ويحتاج نوع من الحساسية الفلسفية الخاصة فإذن هذه فقط ملاحظات التي بينت بها أهمية الانتساب الذي يعلن عنه هذا الكتاب للتأويلية عند محمد محجوب وهو مفسر بهذا السبب لكونه يفكر دائماً في توسيع الأفق وفتحه إلى أقصى الحدود أما الكتاب الذي سأحاول أن آتي بسرعة على محاوره دون إطالة فكذلك أجد أنه أو الدافع لاختيار هذا العنوان الذي طرحناه ليس دافعاً تقنياً صناعياً يعني ليس المقصود هو أن يقع تقديم جملة من البحوث في تاريخ التأويلية من طرف متخصصين بالمعنى الدقيق هذا أمر ليس هو مقصود لسبب بسيط وهو أنه لم تتشكل بعد في المجال العربي هذا النوع من التخصصات المادية الدقيقة التي تستأثر بمجموعة من المناهج والتطبيقات على نصوص بعينها فهذا موجود ولكن نسبياً إلىها المقصود بالعنوان هو إثارة الانتباه إلى راهنية المسألة التأويلية بشكل عام وعلاقتها بتاريخها وكيفية كتابة هذا التاريخ أنا كنت انتبهت إلى هذا الأمر منذ 2005-2006 حينما بادرت إلى بتكلفات الأولى للعمل في ماجستير التأويلية في ذلك الزمان ثم بداية كتابة بعض الأبحاث إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك تأويلية بالمعنى المجرد بمعنى يقرب من الهواية التأويلية دون معرفة للتاريخ لا معنى لها ولذلك ذهبت مباشرة فيما أذكر وضبت على ذلك إلى دلتا وإلى التقليد المدرسة التاريخية أو إلى التقليد الألماني يعني هو التقليد الأساسي الذي يستمد منه إذن المادة التأويلية فعلاقة التأويلية بتاريخها عنوان عام نموذج أساسي والمداخلات التي نجدها أو بعض المداخلات التي نحضر المقالات التي نشرت في الكتاب هي نوع من العناية بهذا المحور بشكل مباشر منها المقالة الافتتاحية الذي شرفنا به الأستاذ جون جرايش من باريس الأستاذ السابق بالمعهد الكاثوليكي في باريس أمد الله في أنفاسي ولا يزالوا إذن الآن أحد الورثة الكبار للتقليد التأويلي الأحياء من تلميذة ريكار شرفنا بالمقال الذي أسهم به في هذا التكريم وعلاقته بالدكتور محجوب إذن معروفة وتشكلت بين جون جرايش وبيننا في تونس علاقة مودة مع هذا الرجل وهذا الفيلسوف المحترم فكان المقال الافتتاحي في هذا المعنى في إعادة تفكير حية لأنه كتب المقال خصيصاً لنا أي لكتابنا هذا وترجمناه لهذا الغرضي ولا أزال أحتفظ بالنص الفرنسي لا أدري هل نشره أم لا في الأثناء ولكنه كان في إذن السنتين أو الثلاثة الماضية هي خلاصة فكره في نهاية المطار خلاصة تجربته وخلاصة رؤيته لمعنى التأويلية ووظيفتها اليوم ولتاريخها أيضاً فكان دائماً لو نقرأ النص الذي افتتحنا به هذا الكتاب نجد في هذه المراوحة بين إذن تاريخ والمحاولات التاريخية من أفلاطون صعوداً إلى ما يقترحه هو من أنموذج ما يسميه بالوظيفة ميتا الأنموذج التجاوزي للقول التأويلي كقول إذن أو كجنس ربما من قول ميتافيزيقي كذلك المحاولات الاجتهادات الفكرية التي تضاف إلى محاولة جرايش نجد محاولة الدكتور فتحي تريكي في الحقيقة وما بعد الحقيقة في كإضافة لا من داخل التقليد التأويلي ولكن كإضافة في مستوى الجدل حول مفهوم الحقيقة الذي هو مهم في التأويليات لسيما في العلاقة بالخطاب والمعنى ولكن من خلال ما يعرف اليوم بما بعد الحقيقة والعناصر الإشكالية التي يطرحها في هذا السياق كذلك المحور الموالي للتفكير في هذه العلاقة هو الذي اختص به إذن أو تميز به الطريقة التي عالج بها محمد محجوب موقفه من التأويلية وهو المنظور الإغريقي أو اتفاض التأويلية حسب عبارة ريمي براغ بابا للإقبال على العالم الإغريقي فالنص الذي نشره حول هايدغير مفهوم الحقيقة هو إعادة تفكير في إمكانات التأويلية الأنطولوجية لهايدغير من خلال منقشة المشكلة الذي رافقه رافقه طيلة حياته حتى فيما بعد المنعطف وما بعد إذن الكتابات الأولى وأود أن أقول أن التفكير مع الفلسفة المعاصرين أو غيرهم ولكن انطلاقا من قراءة ومن علاقة حية بالفكر اليوناني هذا أمر المعذرة أن أقول هذا الكلام هذا أمر فقد تماما فإذن الفضل لمحمد محجوب أنه يحافظ على شيء صار نادرا جدا اليوم وهو المحاورة المباشرة مع التراث الأغريقي لا على أساس أنه من الماضي ولكن على أساس أنه جزء من يومنا الفلسفي أقول هذا الكلام وأنا متأسف لأن الباحثين اليوم في الدراسات الفلسفية لم يعد بإمكانهم مجرد التعامل مع التراث الفلسفي لا القديم ولا الوسيط ولا حتى التراث الحديث فإذن هذه فرصة تتجدد بها إذن علاقتنا بالقدامة في نهاية المطار وفي نفس السياق أضاف أو ساهم عماد عماري في الجدل حول تأويليات الحدثية والجدل حول تأويليات الحدثية ساهم فيه أيضا محمد محجوب بنشر كتاب هايدغير دروس 1923 إذن أنتولوجيا الحدثية أو أنتولوجيا تأويليات الحدثية الذي هو نشر فيه أيضا مؤمنون بلا حدود وشكل حدثا فلسفيا في الحقيقة طبعا لا ينتبه لهي لهو لأن الاهتمام عند المفكرين والمثقفين هو دائما بأشياء أخرى ليس بالأحداث الفكرية أي بالنصوص التي تصنع هذه الأحداث وطبعا ضعت مننا الفرصة أيضا مرة أخرى أن نحتفل بمئوية هذا الكتاب لا أدري إن خطرت على بالك أستاذي العزيز أن 2023 يعني مئة سنة بعد تأويليات الحدثية ولكن طبعا للأسف الفرصة لم تصنع على الأقل لأن نحتفل فلسفيا لا فقط بهذا الكتاب ولكن أيضا بالفكرة وبالفلسفة فلسفة هايدغير الشاب التي أعتبر أنها فلسفته الحقيقية باختصار لا أطيل عليكم المحور الثاني والثالث في هذا الكتاب يتعلقان تباعا بأمرين لا يتصلان مباشرة بتاريخ التأويل لأنهم لا يتصلان بها بطريق المداورة أو بطريق غير مباشرة المحور الذي يتعلق بالنماذج التأويلية مثل ما نرى في نص دكتور سعيد توفيق نموذج السيرة الذاتية وهو نموذج حي نموذج خاص من الكتابة ومن تقديم إذن التجربة الخاصة على شكل فلسفي وكذلك من فكرة الإبدال من المنظور الفيلولوجي عند الدكتور محمد الحيرش أفق الغيرية عند الدكتور بو مسهولي وغيرها هذه نوع من الخبرات الفينوميولوجية التي بعضها تطبيقي مباشر بعضها مستأنف من نصوص وشكل إذن المجموعة الثانية من المقالات المجموعة الثالثة من المقالات هي ما سميته أنا هي التنوعات يعني هي تنوعات على النواة التأويلية الثابتة لهذا الكتاب ولكن هذه التنوعات أتت إما من باب الحداثة مقالة أبو بكري أو من باب الدين وهو المقال الذي تقدمت به أنا في حول شلير مآخر الذي ليس فقط هو مفكر التأويلية لكن أيضا هو مفكر الدين أو الإصلاح اللاهود في العصر الحديث التنوع الأخير هو الذي يرتبط بالمقالات الثلاثة أو الأربعة الأخيرة المجموعة في نهاية الكتاب المتعلقة كلها بالنص القرآني إما بتأويلية هذا النص أو بمحور القراءات أو بقراءته قراءة مباشرة إذن أو بإذن تطبيق قراءة تاريخية للفرق الإسلامية عليه وأقصد هنا المداخلات المرحوم الذي أنا رأيت أن الكتاب يهدى إلى روحه أيضا وهو رسول محمد رسول الباحث العراقي الذي فقدناه في الأثناء وكذلك فيصل الشطي وصابر مولاي أحمد وكذلك محمد لسود كلهم اشتغلوا على النص القرآني كبنية أساسية كبنية أصلية للتجربة التأويلية تنظيرا وتطبيقا في نفسه أرجو أن لا أكون قد أثقلت عليكم قد أتيت أو حاولت أن أغطي الحركة العامة للكتاب المضمون العام لهذا الكتاب والفكرة التي حركت وهي فكرة غايتها الأولى والأخيرة هي إثارة الانتباه إلى راهنية المسألة التأويلية وكذلك بالمناسبة نستغلها لتجديد التكريم الذي ساهم فيه كل باحث بقدر استطاعته لإذن الأستاذ محمد محجوب على ما بذله طبعا ما له من الفضل في تأسيس هذا السياق وفي إبقائه حيا وفي دفع العقول والكفاءات الشابة للإشتغال عليه وشكرا مرة أخرى لكم والمعبر على الإطالة إن أطلت شكرا جزيلا لك إذن سأحاول فقط التعقيب أو الإشارة إلى ثلاث نقاط رئيسة تناولتها في بداخلتك يعني وأنت الأعلم بالكتاب لأنك أنت من أشرف الكتاب وحررت المسألة الأولى الحديث عن أن عمل الدكتور محجوب لا يقتصر على التأويلية أو لم يقتصر على التأويلية على المنطقة بل هو في تاريخ الفلسفة الحديثة والمعاصرة وكذا فالأقول أن ذلك يعني تقليد تأويلي بمعنى كما نعلم يعني إذا كان فهم الذات هو النموذج أو المثل الأعلى لها المنطقة فهناك تأكيد على الأقل من بعض المنطقيين التايريك وغيرهم أن فهم الذات لا يتم إلا عبر فهم الآخر فمعرفة الذات لا يتم إلا معرفة فهم الآخر فلكي تكون هرمنطقيين ينبغي أن لا تكون هرمنطقيين فقط لكي تكون تأويليا ينبغي أن لا تكون تأويليا فقط وبهذا المعنى يعني معرفة المنطقة أو المنطقة تتعمق من خلال الصروج منها ولا يعني هنا لا يكون إفقار لها المسألة الثانية يعني هنا سأكمل يعني سأكمل وفي التكميل أحيانا اختلاف ما ذكرته بالفعل التأويلية يعني هذه الروح الأخلاقية أو هذا البعد الأخلاقي في عملية الفهم والتأويل وفي توفير لغة مشتركة لكن كما تعلم أيضا أنها صارت عنوانا للشقاق في المشهد الفلسفي العالمي لدينا هناك قسمان أساسيان يتصارعان مؤسساتيا ومعرفيا وفكريا وأحيانا إلى ويتصارعان أحيانا وهذا يعني من واقع الصبر التي أعيشها في ألمانيا التي يفترض أن تكون معاقل من معاقل الفلسفة الهيرمونيطيقية وهي أحيانا مستبعدة أو منكر عليها أن تكون فلسفة أصلا هي جزء من فلسفة أو كذا وبهذا المعنى لدينا فلسفة هيرمونيطيقية فينولوجية من ناحية الفلسفة القارية ومن ناحية أخرى الفلسفة التحليلية وما يسمى الأنجلوسكسونية أحيانا إلى ذلك وهذا يعني العداء فلنقول أنه يتحمل مسؤوليته الجانبان يعني ليست الهيرمونيطيطة هي الضحية هنا هي تريد الوئام أنت تعرف أن هناك من اتهم جادامير وهيديقر من قبله عن حق أو بدونه أن هناك نظرة غير إيجابية للعلم العلم لا يفكر الحقيقة والمنهج بمعنى كأن الحقيقة في مجال والمنهج العلمي في مجال آخر أو في تيار آخر فإذا رغم التوجه الأساسي لهذه المنطيقة في أن تكون تستوعب الآخر أو توفيض لغة مشتركة أو أن تكون عابرة للتخصصات لكن مع ذلك هناك نوع أحيانا من العدائية المعرفية والمؤسساتية والتخصصاتية في هذه المسألة المسألة الأخيرة هنا يعني أؤكد عليها أو أشدد عليها مرة أخرى عندما نتحدث يعني في الأقل جدليا لكن يبدو طريفا أن نتحدث عن تأويلات تاريخها وهنا يقول التأويلية من دون تاريخها لا معنى لها لكن من ناحية أخرى نحو بدايات جديدة إذن يعني رغم كل هذا التاريخ وما أخذ كل هذا التاريخ في الحسبان فإن نتحدث عن بداية جديدة لكن هنا البداية أقرب هي للتجاوز بالمعنى الهيجلي أو فيرم بمعنى تجاوز مع استيعاب تجاوز الماضي بالاستناد إليه وليس بإقصائه أو بالتقليل من قيمته وهنا التعريفون ربما أن هناك من نشر شائعة أو فكرة أن في المعرفة العلمية هناك تراكم في المعرفة الفلسفية ليس هناك تراكم فؤاد زكريا في كتاب التفكير العلمي مع العلم أنه في المعرفة الفلسفية دائما هناك تراكم لكن تراكم يفسح لبدايات جديدة ونقطة انطلاق جديدة لكن في علاقة عضوية ومتكاملية دائما مع الماضي وربما هذا الخلاف مع العلم العلم يعني الماضي صحيح تراكم المعرفة العلمية لكن نصف في رحظة كما يقول توماس كونو على نموذج الرشادي جديد فنتجاوز تماما لم نعود تستند إلى النموذج الرشادي السابق إذن هنا هذه العلاقة الملتبسة للتأويلية مع الماضي ومع الذات أن تكون تأويليا يعني أن لا تكون تأويليا فقط وأن تستند إلى الماضي أن لا تكون ماضويا يعني كيف تستند إلى الماضي من دون أن تكون ماضويا سأكتفي هنا لأعطي الكلمة للدكتور عبد الله السيد والأباه شكرا مرة أخرى على الحضور وهو يعني من العزيزة موريتانية على التونسيين وغير التونسيين هو فيلسوف وباحث وأكاتب وأكاديمي موريتاني حاصل على الدكتوراه في الفلسفة الحديثة والمعاصرة من جامعة تونس عام 1992 ويعمل حاليا أستاذا في قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية بجامعة موكشوط في بوريتانيا كما يعمل أستاذا زائرا في جامعات أفراس عبد الله من كتبه كتاب الدين والهوية إشكالات الصدام والحوارة والسلطة وكتاب التاريخ والحقيقة لدى ميشيل فوكو وكتاب الثورات العربية الجديدة المسار والمصير تفضل دكتور عبد الله شكرا جزيلا لطور حسام وشكرا طبعا لأستاذنا محمد محجوب وللأخت العزيزة ميادة وللصديق العزيز فتحي انجزو أيضا وأنا أحضر معكم من مدينة أصيلة المغربية أتذكر هذا الصرح الكبير الذي هو الصرح بيت الحكمة وأتذكر الندوات الفلسفية العديدة التي حضرتها في هذا الصرح أيام تولي إدارته من طرف أستاذنا كلنا المرحوم عبدالوهاب محجبة فتكون هنا فرصة بالترحم عليه وتذكره وهو الأستاذ الكبير الذي تعلمنا منه أيضا من بين أشياء كثيرة هذا المرحى التأويني الذي كان خاصا به ورغم أن أستاذنا محجوب لا يحبّذ أن نتحدث عنه إلا أنني أقول إنني عندما قدمت إلى الجامعة التونسية في السماينات كان هناك اتجاهين كبيرين هناك اتجاه يتمحور حول الكلاسيكيات الفلسفية وهو أتجاه قوي ومتجدر ولا شك أنه شكل إحدى الميزات الإيجابية في المدرسة الفلسفية التونسية وهناك اتجاه آخر إبيسيمولوجي نقدي هذا الاتجاه أيضا الذي برز بقوة في المدرسة الفلسفية التونسية وكان محجوب تقريبا الوحيد الذي بدأ مبكرا هذا التبشير وأقول التبشير بين أم الزوجتين بالفلسفة التأوينية سواء في دروسه الخاصة على طلعة مبكرا على أطرحته للدكتوراه حول اقتلاءة هيدغار لفلسفة إفلاطون وأثار اتباهي هذا الاهتمام المبكر تعرفون أن هيدغار هو نقطة التقاع الفيمولوجيا ولياربانوتيقة وقد كان هذا الاهتمام مبكر بفلسفة هيدغار وبالملحة التأويني خصوصية كبرى للأستاذ محجوب وكان وقتها تقريبا هو الوحيد الذي يهتم بهذه الأشياء ثم أنه عندما تولى الإشراف على عدد من المؤسسات التربوية والتعليمية سواء في الكليات أو في المدارس أيضا بدأ الاشتغال على هذا المنحة التأويني وهذا المنحة التأويني رغم أن الأرض فتحي تحدث عن اهتمامات أخرى لمحجوب الذي كتبع حول الفرابي وكتبع حول هوبس وحول إفلاطون وأرجسطو إلا أنه حتى في تناوله بهذه المنحة الأساسية في تاريخ الفلسفة ظل دائما يتمتع بهذه العين التأوينية وأنا هنا أشبهه برجل يحبه كثيرا ويقدره كثيرا وهو بوريكور الذي تناول كل تاريخ الفلسفة تقريبا وكل الإشكالات الفلسفية تقريبا ولكنه ظل محافظا بكل هذه الكتابات على منحه التأويني على ما يسمى هذا الجمع يسمى حتى العقرف هذا الجمع بين الفين مولوجيا وبين الميرون في الحقيقة أنا أود أن أتحدث عن مجال لما يتحدث في صديقي لما يتحدث في صديقي فتحي جزو وهذا المنحة التأويني هل كان له حضور هل كان له تأثير للفكر الفلسفي العربي الأعتقاد الشخصي أن أحد جوانب الخلل في الخطاب الفلسفي العربي إهماله لهذا المنحة التأويني رغم أن هذا الخطاب الفلسفي العربي من البداية تركز على مسألة الهوية وذاتية والسمية في الأدبية الرائشة بالتراث والحداثة إلى آخره بداية من الثمينات وكتابة طيب تيسيني والجابيري وحسن حالفي إلى آخره ورغم أن حسن حالفي نفسه كان على الطلاع جيد ببعض جوانب الفلسفة التأوينية إلا أنه لم يستخدم هذه الأدوات النظرية في إعادة بناء إشكالية التأوينية للنص التي كما قلت هي إشكالية أورموناتيقية بابتياز طبعا المنح الكبير الذي استخدمه الفلسفة العرب المعاصرون وما سمى بوريكور بالتأويليات التشككية التي تترمحور حول النقد سواء بمعناها الإبسيمولوجي أو حتى بمعناها التاريخاني أي البحث عن المسافة التي وهي النظرة التأوينية القديمة المسافة التي تفصل المؤولة عن النص العصي هذا المنح النقدي التشككي ومهم وأساسي وأساسي أيضا بالنسبة لثقافة لا زالت تعطي الأولوية لمصادرها الأصلية ولكنه ليس سوى جانب واحد من جوانب التأوينية ولكن التأوينية الأخرى التأوينية الإبداعية التأوينية الشعرية الإنشائية التأوينية التأوينية التقليد والانتماء التي كرسها غادامير أيضا وهناك التأوينية الوجودية الأونطولوجية الواسعة أيضا التي كرسها هيدغر كل هذه الملاح التأوينية ظلت ضعيفة وهشة وغائبة في الفكر الفلسجي العام وأعتقد أن جانبا أساسيا من قصور وخللي هذا الفكر الفلسجي متولد عن فقر هذه المادة التأوينية التي ظلت ضعيفة في هذا الخطاب الفلسجي العام ولذلك هذا الكتاب الذي تصدره اليوم المؤسسة يسد فراغا كبيرا بالإضافة طبعا إلى مجلة التأويليات بالإضافة إلى الترجمات التي نشرتها التي نشرتها المؤسسة ومنها بعض الترجمات المهمة لصديقنا فتحي من إضافة إلى كتاباته أيضا حول الفينومونولوجيا وحول حتى الشلعام آخر الذي هو نقطة انطلاق نمط من التأولية التاهوتية الدينية التي نحتاج إليها كثيرا في ساحاتنا العربية الإسلامية حيث يكثر الحديث عن الإصلاح الديني دون وعي بالشروط الفلسفية لهذا الإصلاح الأتقاد الشخصي أن هناك منحيين ضروريين يجب أن يكون بهم الاهتمام داخل الفلسفة العربية وهذا ما نؤكده من خلال جهود مجتادرة محجوم ومن خلال أيضا هذا الكتاب الممتاز الذي قدم لنا مصيفة دقيقة وجلية ومعمقة الإسلامات التأولية الفلسفية الكبرى في الفكر الغاضي هذا الملحيين هو مين أولا الأتقاد أن الملحة الأول الذي يجب أن نركز عليه هو وضح مادة أو عدة تأويلية جديدة للنص فرغم كل المحاولات التي تمت في السنوات الأخيرة وأنا أعرف أن بعض المشتغلين بالمنحة التأويلية ومن غير الفلسفة مثل نصر حامد أبو سعيد تحدث عن مطمئة الأرمنوتيقة وهناك بعض مفكرين الإيرانيين اللي نتحدث أيضا عن أرمنوتيقة دينية جديدة بالنسبة للإسلام ولكن هذا الملحة ظل دائما فقير بينما نجد في التراث التأويل الغربي أدوات جديدة قابلة لأن نستمد منها الكثير أنا هنا فقط أشير إلى بصفة مختصرة إلى ثلاثة عنوين كبرى أشير مثلا إلى كتاب الذي ذكرته دكتور حسام هو كتاب الحقيقة ومنهج لقدامير وفي هذا الكتاب هناك فعلا إطار فرسفي جديد ومنهج جديد لقراءة التقليد بدلا من التراث أعتقد أن مفهوم التراث مفهوم مضلل وأنه يضعنا أمام مشكل لا حال له وهو العلاقة بما نعتقد أنه تلك من الماضي بينما في الحقيقة عندما ننظر إلى هذا النص في المنظور التقليد فنحن نتحول إلى إشكالية جديدة إلى إشكالية الانتماء والمسافة حسب عبارة ريكور إشكالية الانتماء والمسافة وهي إشكالية تفتح آفاقا أخرى بديلة عن هذا الأفق الفقير الذي رصخ خطف تؤولية التراث الكتاب الثاني أو الملحة الثانية الذي يمكنه أن يستبدأ منه أيضا الكثير وهذه التأويلية الوجودية التي بل ورها هيدغر وقد أحسن أجتادنا محجوب ترجمة نصوص الحددية لهيدغر التي نبهنا الأخفتح إلى أنها قد تشأ أنها نعيشنا في سنة الماضية مئويتها هذه أيضا هي التأويلية الوجودية مقابل أصوى التقليد هي تأويلية رحبة لأنها تبنينا أن النص هو أيضا عالم ليس فقط من العلامات والرموز وإنما هو نص أوسع حتى من المقروب وهذا الملح الوجودي ملح أساسي أعرف أن البعض حاول أن يستثمره في قراءة بعض النصوص التصوه الإسلامي من هذا الملح ولكن أعتقد أن هذا لسي اضمار ما زال ضعيف طبعا التأويلية الثالثة هي نصوص فوريكل وخصوصا كتبه التأويلية التي تشلت بعضها في حياته وبعضها بعد موته وهذه النصوص أعتقد أنها أكثر نصوص ملائمة لنا وأكثر نصوص قادرة على أن توفر لنا أدوات جديدة في قراءة هذا النص إذن هذا هو المرح الأول أي استثمار الأدوات وماذا التأويلية في قراءة النص من منظور علاقة بالتقليد العربي بإسلام المرح الثاني الذي هو منح أيضا لا شك أنهم وإن كان أعتقاد أن الكتاب لم يتطرق إليه ما فيه الكفاية طبعا ثم إشارة إلى النص الذي كتبه أستاذنا فتح التريكي ولكن الاعتقاد أن وهذا إشارة إليه فتح في مداخلته أن هذه التأويلية هي أيضا نمط من الفعل الأخلاقي كان ريكاري يسميها نمط من الضيافة أي أن التأويلية هي نمط من الضيافة عندما نمارس التأويل فنحن نقوم من الضياف المفهوم الأخلاقي القوي هذه التأويلية هي ضرورة اليوم بإعادة بناء هذا المنظور القيمي والأخلاقي في التقليد الإسلامي بمعنى آخر أن الأمر لا يتعلق فقط بإعادة فهم النص وإنما بإعادة بناء نمط العيش ونمط الوجود المترتب على علاقة بهذا النص أي أن هذه التأويلية هي تأويلية أيضا بالمنظور الأخلاقي أي أنها إعادة إنتاج لذاتيتنا وإعادة إنتاج لشروط عيشنا وإعادة إنتاج لشروط الموجود التاريخي وهذا البعد الأخلاقي من الأخلاقي المفهوم العام في الكلام وليس عن الممارسة الأخلاقية السلوكية هذا البعد الأخلاقي الأساسي اعتقادي أنه أيضا قابل لأن يؤسس على نماط من التأويدية الجدية للنص تعيد بناءه وفقه الشروط وجودنا الراهنة إذن هذا الملحيان من التأويدية اعتقادي أنهما لا يزال غائبين وضعيفين في سياقنا الفلسفي العربي المعاصر ولذلك أرجو أن يكون هذا الكتاب بداية توجه جديد في الفكر الفلسفي العربي ولا غروة إن كانت تونس سباقة إلى بلورة هذا النهج الجديد في الكتاب الفلسفية وفي النظر الفلسفي على أن يتم تبيئته داخل ساحة الفلسفية العربية انطلاقا من التعريف بهذه الأدوات وهذه الأدبيات وأيضا بتطبيق هذه النصوص من خلال التأويليات التطبيقية التي أيضا لا تزال ضعيفة ومحدودة للغاية في فكرنا الفلسفي العربي وشكرا جزيلا شكرا جزيلا دكتور عبدالله فقط لدي تعليق واحد يعني على مداخلتك القيمة وعلى مسألة وهي تريقا الأطلوحة الأساسية في المداخلة وهي أن أحد جوانب الخلال في الفكر الفلسفي العربي هو عدم الاهتمام بالتأويلية فالأقول يعني توصيفا وليس تقييما ربما كان ذلك بسبب أن هذا الفكر مشغول سياسي أو سياسوي كثيرا بمعنى أنه مشغول بالتغيير لا بالفهم على طريقة ماركس مشغول بالتقييم لا بالوصف مشغول بالمحاكمة لا بالتحليل وأنت تعلم يعني ربما ليس جادامر هنا المثال الأفضل لأخذه لكن له مقول شهيرة في هذا المجال انطلاقا من التجربة الهيدجرية مع الفكر النازي أن السياسة مقتل الفكر يعني أو مقتل الفلسفة فبالتالي ينبغي الاتقعاد عن السياسة لما يتفلسف وإذا يعني بنين ذلك على فكرة التماسف أو المسافة التي تحدثت عنها يعني أفقاري كور فربما نحن دائما بحاجة إلى مسافة نقدية عن هذا الواقع لكي نفهم الواقع ولكي ندخل تأويل الواقع أما إذا كنا بمعنى فقط في قطب الانتماء بدون هذا المسافة فيصعب التفلسف حينها بدون هذه المسافة النقدية فقط أود أن أشير إلى أنه ليس فقط عدم الاهتمام بالتأويلية أن فكرة التأويل حتى الآن السائدة في المجال الثقافي العربي في اللغة العربية ومجال الثقافي العربي حتى الآن مأخوزة من العصور المسطة يعني ما هو التأويل فكرة مأخوزة من العصور المسطة وماذا يتعني التأويل في اللغة العربية حتى الآن إذا نستخدمها ونتحدث عن كتب نفبة يعني عن كتب مطبوعة مؤسسات عريقة ومباحثين جامعين ما التأويل؟ يتعلق باللفز إذن كلمة هناك معنى مجازي ومعنى حقيقي ننتقل من وهذا هو تعريف بالرشد تعريف بالعربي تعريف اللغويين تعريف كذا حتى الآن الحديث عن التأويل هو الحديث أنه كلمة ربما لها معنى آخر ربما لها معنى مجازي هل هناك معقولية ننتقل من هذا المعنى؟ لماذا معنى؟ هل التأويل يعني في أبسط معانيه الفلسفية في الهنوطيقة له معنى مختلف تماما ولا علاقة له أصلا بهذه الجزئية البسيطة هي جزئية بسيطة التأويل هنا مرتبط بالمعنى الفلسفية في الهنوطيق مرتبط بمسألتين أولاً مرتبط بكلية في علاقتها مع أجزائها وهنا ما نسميه بالدائرة الهنوطيقية عندما نفهم أي شيء هناك علاقة جدلية تقوم قصة أو أي نص بين فهم أجزاء النص نفهم الجزء من خلال تصور مال الكل وعندما نصر لفهم الكل نعيد فهم الأجزاء فمثلاً إذا ذهبنا إلى النص القرآني الاختلاف ليس هذه الكلمة تعني هذا أم زاك كيف هذا النص الكل يمكن أن نفهمه ككل من خلال الأجزاء ويمكن أن نفهم الأجزاء من خلال الكل ليست مسألة أحادية أو يعني آلية هذا المعنى طبعاً بالإضافة المعنى الثاني للدائرة الهنوطيقية وهي العلاقة بين الفهم والفهم المسبق لا ننطلق من نقطة صفر ونقول بالمعنى الموضوعية ونقول أننا نستفهم شيء ما وإنما دائماً الفهم متحيز بمعنى انطلاقاً من فهم مسبق لكن هذا الفهم مسبق ليس جامد ولا حاكم مطلق يعاد سياغته من خلال الفهم اللاحق وهكذا دوليك ونتحدثنا عن فهم ما بعد النقدي ما بعد القراءة الذي يقرأ هذا المعنى للتأويل الأساسي في الهنوطيقة غائب ونظل حتى الآن كلمة نحسبها أنها تتعلق فقط بإفراج المعنى مع العلم أن كلمة التأويل واردة أكثر في القرآن حتى من كلمات أخرى من التفسير لكن يعني مشتبهم بها دائماً لماذا؟ لأن التأويل يعني أن هناك تعددية ليس هناك أحادية تعددية وبالتالي من يريد أن يفرد رأيه لن يقول أن هذا تأويلي وأنما يقول هذا أهمي أو هذه معرفتي أو هذه رؤيتي وبالتالي دائماً يعني مشتبه بها فهذا يعني اشتباه لأسباب مختلفة لكن ربما لها أحدها أسباب فأقول سياسية أيديولوجية نريد أن نفرد هذه الرؤية الأحادية إذن لن أطيل أكثر من ذلك لأن لدينا يعني متحدث متميز آخر الدكتور عماد عماري وهو يعني أحد المسلمين والمتخصصين في هذه المسألة طبعاً يعني هنا أكرر كونه متخصصة في الهنطيقة لا يعني أنه ليس له اهتمامات أو مجالات أخرى لأن يعني الفلسفة أو الفيلسوفة أو حتى المفكر بالمعنى العملي والنظري الكلمة لا يمكن أن يعني يحجر عليه في تخصص واحد وإلا كان يعني شيء آخر إذن دكتور عماد عماري كما قلنا هو أسهم في هذا الكتاب أيضاً وهو أستاذ أول مميز درجة إستثنائية بالتعليم الثانوي حاصر على الأستاذية في الفلسفة بكلية أداب جماعة صفاقص وعلى المجستير في التأويدية وتاريخ الأنساق بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس وعلى الدكتوراه في الفلسفة المعاصرة بكلية علوم الإنسانية والاجتماعية بتونس باحث في مجال الهتمانيولوجيا والتولويات المعاصرة يعني له مؤلفات لكن الأبرز المنعطف الهرمونطيقي ليه في مميليوجيا تأويدية القلق في فلسفة هايديغر وله يعني أبحاث كثيرة محكمة واختصاص الهرمونطيقة ربما فقط سأذكر البحث الأخير الذي أسمى فيه الكتاب وهو تأويديات حدثية متخل أساسي إلى فكر هايديغر فضل الدكتوراه شكرا أستاذ حسام وأشكر من خلالك الأستاذ ميادة الكيالي على إتاحة تكرم هذه الفرصة لنتكلم عن التأويلية وعن محمد محجوب كما لا يفوتني أن أحيي الأستاذ سيد ولد أباه وأحيي صديقي الأستاذ فتح نجزو وأقول له اشتقنا إليك يا رجل أطمئنك بداية أستاذ حسام لن أتحدث عن الشخصي والودي لأن هذا الأمر قد أعفان منه نيتش منذ زمن حينما قال لا ينبغي أن نتحدث عن أصدقائنا حتى أو لا إلا نستنفد في الكلام مشاعر الصدقة قال هذا الأمر في كتابه إنساني مفرط في إنسانيتي ولكنني سأتحدث عن ربما ما سأسميه الصدقة الفلسفية التي كانت تجمعني دائما بالأستاذ محمد محجوب وكيف السبيل إلى التأويل وإلى محمد محجوب كلاهما أمر شئك في الحقيقة لذلك أريد أن أجد قاسما مشتركا ربما وجدته في إنشأنا فصلتين أساسيتين من خصال الأستاذ محمد محجوب الخصلة الأولى محمد محجوب المترجم والمترجم الفذ بلا مجاملة ومحمد محجوب المؤول والمؤول الفذ بلا مجاملة كذلك ولكنني سأجعل إنشأنا الخصلتين أجد لهما إنشأنا خيطا نظما ربما سأجده في هيدوغير تحدث الأصدقاء أن محمد محجوب يمكن أن نأتي إليه من خلال أبواب عدة يمكن أن نأتي إليه من خلال فراب ويمكن أن نأتي إليه من خلال أفلطون ويمكن أن نأتي إليه كذلك من خلال قامة أخرى من قامات التأويلية الفرنسية وهو بوريكير خاصة أنه بوريكير يوفر لنا الأمرين لأن الأستاذ محمد محجوب ترجم لبوريكير وخاصة ترجم محاضرات على درجة عالية أنا شخصيا قرأت الكتاب أكثر من مرة والذي يقرأ الكتاب أكثر من مرة يشعر فعلا بأهمية ومرارة الجهد الذي يبثله المترجم خاصة أن هذا الكتاب بالذات فجأني الأستاذ محمد محجوب أنه لم يقدم له عادة المترجم يتشك ويذكر كل الويلات التي عناها أثناء ترجمته للكتاب وخاض هذه الويلات وكتمها في صدره ونشر الكتاب وأنا هذا الكتاب دائما أعود إليه في الحقيقة وعدت إليه في محاضرة بكلية منوبة كان عنوانها من إنشاءنا وحي اللغة إلى لغة الوحي ولكن الآن سأتكلم عن كبير آخر وهو ربما من كبار التأويلية وهو هايدوغير ولأنه كذلك يوفر لنا مدخلا جميلا لمقاربة الأستاذ محمد محجوب مترجما ومؤونا ولكن في الحقيقة التأويلية التي أصبحت تظهر ثمارها في تونس في الآونة الأخيرة فيما يشبه تشكل مدرسة عتيدة في الحقيقة لها مصار طويل ومصار مضني وأنا أستسمح سيد الرئيس عسام بأن أأتي سريعا على هذا المصار ربما هناك العديد حتى من أصدقاء محمد محجوب لا يعرفون بعض هذه المعطيات التي ربما سترد في مقال لاحق لي ولكن بإجاز شديد دونك سنتحدث عن هيدوكير هو في الحقيقة الهرمينوتيقة تدور دائما حول معطى أساسي هو الفهم العبارة الألمانية فرشتين والفهم هذا كما يقول أحد كذلك المؤولين الكبار وهو كارل أوتو أبل قد أفلح في ألمانيا في أن يصبح مفهوما رئيسا وخارج ألمانيا الفهم ليس سوى بضع التهريب كونترا بلغة التونسية ولكن في الحقيقة أجد عبارة رشيقة استعمالها جون جريش الذي تحدث عنه الأستاذ فتح انجزي والذي يفتتح هذا الكتاب يقول أن كل ما وصلنا من التأويلية خارج ألمانيا هو بضع التهريب وهو يشير خاصة إلى أعمال بوريكير ولكنني أجد كذلك أن الأستاذ محمد محجوب سيكون مهرب كبير في الحقيقة وخاصة في ترجمته لهيدوغير وهو الذي يستعمل هذه العبارة حين يتحدث عن وظيفة المترجم ويقول بأن المترجم ينبغي أن يكون مهربا كبيرا والمهرب لا يمكن أن يمرر عدته إلا إذا كان له من الأدوات القادرة على أن يحسن عملية التهريب بشكل جيد خاصة أن التهريب تهريب ثقيل لأنه تهريب ثقافي وتهريب إرث غرب كامل يريد أن نستفيد منه وفي نفس الوقت يريد أن يجعله في الحقيقة إن شاءنا في خدمة السياقات يعني أن نأتي بسياقات ولكن لنبحث عن سياقاتنا من خلالها وهذه مسألة ربما سنعود إليها سريعاً دونك سأتحدث عن هايدوغير والترسيخ لهذا التقليد في الجامعة التونسية من خلال الأستاذ محمد محشوب في الحقيقة خاصة عندما نتحدث عن التأويلية إن شاءنا ربوع الجامعات التونسية كان منذ ثمانينات القرن الماضي ومنذ أطروحته هو شخصياً حول القراءة الهايدوغيرية لأغفلاطون تحت إشراف تلميذة هايدوغير قديت لفوكريير هذه السيدة العظيمة التي نهل منها ربما الأستاذ محمد محشوب هذه قيوط اللعبة الفكرية مبكراً بل تعود أول خطواته إلى ما قبل هذا التاريخ مع أول بحوثه حول مشكلة العلاقة بين شطري المنظومة البرميندية الحقيقة والظن وهنا أشير إلى أن هناك فيلسوفة درست في الجامعة التونسية اسمها أنتونيا سوليز في الحقيقة أن الأستاذ محمد محشوب كان دائماً يغنم منها الوقت الكثير من أجل الإقبال على بعض النصوص الإغراقية وترجمته وهذه كذلك ترجمة مهمة ربما قد نفرد لها وقت آخر ثم يأتي صدور كتابه هايدوغير ومشكل المتافيزيقة الذي كان في تقدير صاحبه القول له من أول الكلتابات العربية الجادة حول هايدوغير كان هذا الكتاب يعني نتحدث عن هايدوغير في بداية الثمانينات في تونس وربما هي سابقة حتى على التجارب في العالم العربي المحيط هذا الكتاب مذ أن كان مخطوطاً يتدلوه طلبته القدامى كان يمثل لا فقط الرابط التاريخاني مع هايدوغير بل الإطار المنهجي لتأصيله وهو ما أثمر لاحقاً اهتمامات تأويلية وفيهملوجية سواء تعلقت رأساً بهايدوغير وأنا أشير إلى العنوان من العنوان المبكرة والتي في الحقيقة هي من ثمار الأستاذ محمد محجوب هو كتاب الأستاذ فتح المسكيني نقد العقل التأويلي أو فلسفة الإله الأخير أو تعلقت بعلاقة هايدوغير بغيره من الفلاسفة شأن هسار وأنا أشير هنا إلى كذلك الكتاب للأستاذ فتح نجزه هسار ومعاصره من فنومنولوجيا اللغة إلى تأويلية الفهم ولكن هذا الشغف بهايدوغير لم يتوقف عند هذه الأعمال بل ازدادة تنوعاً مع من جاء بعضهم من طلبة الأستاذ محمد محجوب الذي أشرف على أغلب الأطرحات التي دارت حول هايدوغير سواء من حيث العلاقة بين المنطق والفينومنولوجيا أو من جهة نقد التراث الغربي ومعظلاته الميتافيزيقية هنا أسمي يعني عنوين لأطرحات دكتوراه تمت في الجامعة التونسية أو من خلال الصياغة النقدية الهيدوغيرية لعلاقة اللغة بالميتافيزيقية عند هيجل أو من خلال القراءة الهيدوغيرية لنيتش أو من خلال مفهوم الزمان من خلال دروس الشباب الهيدوغيرية أو تأويلية القلق في فلسفة هيدوغير الأول بالإضافة إلى هذا السياق إذن ربما هذه مسحة أولى والنقطة الثانية التي أريد أن أتكلم فيها هو هذا الجمع بين الترجمة والتأويل أو ما سماه بعبارة رشيقة أستاذنا محمد محجوب انطاق العربية بهيدوغير كيف للعربية أن تتكلم هيدوغير ويجب على عربيتنا الثريا أن تقول هيدوغير بإنشاء صعوبة وتوعر المصطلحات الألمانية التي كان ينشطها هيدوغير في نصوص خاصة أن هيدوغير كان يقوم باستدعاء بعض المفاهيم المتدولة جدا في اللغة الألمانية ولكنها يقحمها في إطار سياق تأويل يصبح الألمان بأنفسهم يطلبون منه ترجمة أو تسير قراءة هذا الكتاب وفي الحقيقة هذا السؤال كذلك كان قد طرحه جرانيل عندما يقول هل لغة هيدوغير قابلة للترجمة أصلا؟ أو بسؤال الأستاذ محمد محجوب هل يمكن انطاق هيدوغير بالعربية؟ أو هل يمكن انطاق العربية بهيدوغير؟ وأنا في الحقيقة يعنيني هذا السؤال لأنني سأشتغل على هذه الترجمة التي أشار إليه الأستاذ منذ قريل الأستاذ فاتح إنجلزو وهي التي صدرت عن دار مؤمنون بلا حدود سنة 2019 تأويليات الحادثية أو الأنتولوجيا تأويليات الحادثية في الحقيقة هناك ترجمة عربية أخرى قبل هذا الكتاب ولكن انظروا دائما إلى لعبة الترجمة للأستاذ عمارة الناصر تحت عنوان هيرمونيوتيقة الواقعانية من الواقعانية متع الأستاذ عمارة الناصر أصبحنا نتحدث عند الأستاذ محمد محجوب على الحدثية فلابد للأستاذ أن يبرر لنا اختياره لهذا المصطلح وأنا سأتي إلى بعض المبررات التي أعطاها لنا أستاذنا محمد محجوب ولكن قبل ذلك أريد أن أشير إلى شيء أساسي يميز التجربة التي لا يزال في الحقيقة يشتغل عليها الأستاذ محمد محجوب ويرسخها ويريد أن يوسع مداها حتى خارج تونس وفي إطار عالمنا العربي من أجل نيل في الحقيقة أكبر رهان وهو العالمية أو أن نرتقي إلى هذه ولا تكون حكرا في الحقيقة على هذا العالم الغربي أنه يحبل الترجمة في مفهوم معين ولذلك أريد أن أكتطف بعض ربما الخطوط لهذا المفهوم الذي يعطيه محمد محجوب للترجمة أو ما سنسميه الترجمة التأولية أو ما يحلو له أن يسميه ترجمة مفكرة لا يمكن أن تتعامل مع نصوص ثقيلة مثل هيدوغير إلا بترجمة تفكر في نفس الوقت مع هيدوغير وربما أحيانا مع هيدوغير وضدها ولما كانت الترجمة هي أحد مواضيع رئيسية للتفكر الفينومنولوجي فضلا عن كونها ترجمة مفكرة من حيث هي ممارسة أصيلة للتأويل ومن حيث هي عشرة للنصوص لا حيلة لصاحبها إذاها إلا حدثه فإن انطاق العربية بهايدوغير لابد أن يصدر عن عزم مترجم شوهر عمله وهنا القول للأستاذ محمد محجوب في انطاق النفس بأقصى إمكاناتها فيها وأخفى مواردها عنها القول يحتاج أن نعيده أكثر مرة انطاق النفس إنشان بأقصى إمكاناتها أن تكون مترجم يجب أن تكون قادرة على انطاق النفس بأقصى إمكاناتها فيها وأخفى مواردها عنها ذلك أن شأنه لم يكن وراثة معجمية الفيلسوف بل وراثة ممكنها أي انطاقها بما يجعل إصغاراً آخر إليها ممكن بل ممكن وهذا على حد قولي الأستاذ محمد محجوب هو فضل أو بعض فضل هيدوغير علينا على هذا الأساس فإن أمانة الترجمة لا تقاص بمدى حرفيتها بل تقاص بمدى ما تنطق عن الشيء الذي في النص لا عن الكلمة الصماء عن الشيء على هذا النحو صار الأفق التأويل الجديد هذا نهجاً أساسياً في الترجمة التونسية للأثر الهيدوغيري من حيث أن التفكير والقول للأستاذ محمد محجوب اقتفاء لأثار ومن حيث أنه ينصرف نحو استقراء خفياه ومستغلقاته بفهم مستحدث لا يعود فيه النص الأصلي منقطعاً عن فهدية المترجم وعنايته وبالفعل لم يعد غرض المترجم العثور على المقابل اللغوي كما دابت على ذلك الترجمات الكلاسيكية بل انظروا هذه العبارة المترجم ماذا يبحث عن تحصيل سيابسليد عن تحصيل المظاهي يعني الكلمة الموجودة في النص الألماني علينا أن نستنفر عربيتنا يعطيني المظاهي لهذه العبارة وأول تحدي خاضه مع الكلمة اللغز عند هيدوغير هي كلمة دازاهي وتجرأ عليها الأستاذ محمود محمد محجوب بترجمتها بعبارة الموجد التي أصبح التقليد رغم أن هناك محاولة سابقاً للأستاذ محمد محجوب كانت مع الأستاذ عبد الرحمن بدوي عندما استعمل مفهوم الآنية ولكن لم يكن لها رواج كبير إلى خارج كتابات نتعاً أستاذ بدوي ولكن الموجد الآن قد نجدها حتى لو وجدتها حتى في بعض الكتابات العربية وقام بتبرير نجده في كتابات عديدة يبرر لنا وتبرير جميل لإستعماله لهذا المفهوم الموجد اللي هايدوغير بدو أوصى بعض المترجمين الفرنسيين لما تعذر الأمر على ترجمة هذا المصطلح بأن يتركوا الكلمة كما هي بل أوصى بعض المترجمين الإنجليز ومنهم مثلاً تلميذاته جوان ستنبوخ بأن تحتفظ فقط بالمطة بين العبارة دا دا هذا أقسم وربما لمبررات يحتفظ إذن أريد أن أعطيكم بعض هذا المظاهي الذي يقترحه محمد محجوب ومن ثم نجده في إحداث عبارة الموجد تزاين والعهد والخلوة لشتون منذ ثمانينية القرن الماضي أولى أمارات النهج التأويل هذا في ترجمة هايدوغير وهو لا يتفرد باقتراح مصطلحات جديدة فحسب بل يفكر هذه المصطلحات في سياق العرض باتصاق مدهش وفي خضم أو بعيداً عن إنشاءنا الاستسال المعمم الذي نجده في بعض ربما أحياناً ترجمة الأخرى ونحن نستشعر من تهيب المترجم شيئاً من تهيب هايدوغير نفسه من جسد أمر الترجمة وخطرها على النصوص العظيمة على هذا الأساس تتحدد ما هي الترجمة في أفق النصوص هايدوغير بما هي ترجمة مفكرة تسعى إلى وراثة المعاني من الدافن ولكن في لغة أخرى فالفيلسوف يقول محمد محجوب ليس إلا وهنا موضوع التهريب فالفيلسوف يقول محمد محجوب ليس إلا مترجماً يرفض الرجوع بترجمته إلى الأصل المترجم وهو ليس إلا مؤولاً يرفض العودة من تأوينه إلى نصه الأصل قبل التأوين هو محجوب لا يريد إرجاع مهرب وهو بسيطة لتكشف عن وجهها الأصلي ما يكون الفيلسوف ساعتها إنه هذا الذي يتقدم بلا وجه ضمن هذا السياق إن شاءنا سأمر إلى الحديث سريعاً عن مقالي الذي يتعلق به إذا كانت تقرب مثل هذه المفاهيم في وقت مبكر الترجمة الجديدة للأستاذ محمد محجوب تأويليات الحدثية إذن فقط ربما ملخص سريع لهذا النص هو لأحد النصوص المبكرة لهيدوغير وهو نصوص دروس الشباب لسنة 1923 فقط أنا عدت إلى هذا الدرس أولاً لتجريب إذن أو إنشاءنا اجتبار أو امتحان هذه الترجمة والتفاعل معها في إنطاق هيدوغيرب العربية كما فعل الأستاذ محمد محجوب وثانياً لأننا نحفر في داخلها على شيئين مهمين وربما أستاذ أقف عند هذا أولاً عن دلالة بكر للفينومنولوجيا دلالة جديدة في الحقيقة هي قطع مع دلالة أستاذ هيوسير ودلالة جديدة للتأويل الهيرمنوتيقة هي في نفس الوقت قطع مع أستاذه الآخر دلتاي لأن هيدوغيرب ربما قام بمنعطف هيرمنوتيقي للفينومنولوجيا وبمنعطف فينومنولوجيا للهيرمنوتيق فقطع في الآن معاً بين هستيرل ودلتاي الأستاذ فتح نجزه أشار إلى نقطة ربما أنا أفضت فيها القول ولكن الوقت فقط أني أريد أن أذكركم بها أن الهيرمنوتيقة في استعمالات هيدوغير هي ليست فلسفة الهيرمنوتيقة ليست الفلسفة الهيرمنوتيقة هي بمثابة الأفق الذي إن أحسننا المكوثة فيه أمكن لنا القدرة على أن نستجلي معاني الأساسية لوجودنا في العالم وفي الحقيقة بعض المفردات ربما منها الحدثية والتالب والكياني وغيرها ربما للتفاعل مدام الحوار سيوجه الآن أستاذ محمد محجوب ربما أختم بما قد أحاول أن أذكره به حتى يقول لنا شيئاً في هذا الأمر وهو هذا الرهان الذي يتحدث عنه ما يسميه إيجاد سياق لجدل الفلسفة عربي مغاربي هذا الجدل الذي يريد أنه من أجل بلوغ مرتبة العالمية لأنه دائماً بالنسبة إليه لا يجب أن نقتصل على السياقات الغربية في الحقيقة ولكن يجب أن نجلب هذه السياقات ونحاول أن نختبرها داخل سياقاتنا أو أن نجد اليوم الذي هو يخصنا وهذا بالنسبة إليه مشروع أساسي وشكراً شكراً جزيلاً لك إذن سأختصر وقد سأعطي تعليقين يعني أمسكت نفسي عن التعليق على مسألة أن الهرموتيقة ليست فلسفة عندما الدكتور فتحين جزو وأنت تتكردها مع العلم أنه بعد يومين لدي محاضرة سيكون عنوانها أن الهرموتيقة هي الفلسفة ليست فقط فلسفة هي الفلسفة لكن لن يكون هنا مجال يعني الحوار حول هذه المسألة تماماً المسألة الثانية يعني هي مسألة حدثت عن الدكتور محجوب بوصفه يعني المترجم والمؤول يعني لكن أنت تعلم يعني وحتى في المصد فضيك أنت تعلم أنت أخذ سمع بوريكور أن الترجمة هي الموذج للفهم والتأويل وحتى الحديث عن الفهم بوصفه ترجمة داخلية يعني بلغة بوريكور ربما النقطة الأخيرة هنا يعني هنا يعني هي شهادة أيضاً مني الدكتور محمد محجوب بعمله سواء التأويلي المباشر أو الترجمي يعني السعى كما فعل كانت أو كما سعى كانت يعني كانت سعى إلى أن يجعل الألمانية تتكلم فلسفة أو يجعل الفلسفة تتكلم بالألمانية وهنا أيضاً ليس هيديقر فقط وإنما بمعنى أنطق العربية بالألمنطيقة وجعل المنطيقة تتحدث بالعربية وهذا يعني له شأن عظيم لو تعلم يعني هذه المسألة تعرفون عندما يتحدث عن النهضة العربية في العصور الوسطى وكم هي مرتبطة بمسألة الترجمة فأن نجعل اللغة تتكلم هذه الفلسفة فهذا أمر عظيم لن أطيل أكثر من ذلك سأعطي الآن الكلمة لدكتور محمد فأتفضل مشكوراً شكراً شكراً لدكتور حسام الدين على هذه الفرصة الجميلة التي تتاح لي بمناسبة صدور هذا الكتاب الذي مضط عليه الآن يعني سنة تقريباً أو أكثر من سنة أو أكثر من سنة ولابد لي في البداية من أن أشكر كل الأصدقاء الذين أهدوا لي أعمالهم هذه في نطاق ندوة كانت ستحمل نفس العنوان وكانت مبرمجة للإنعقاد وحالت دون إنعقادها ظروف الكوفيد المعروفة أذكرهم واحداً واحداً الأساتذة الدكاتيرا جونغ رايش من فرنسا والليكسنبور الأستاذ عماد العماري من تونس الأستاذ فتحي التريكي من تونس الأستاذ محمد الحيرش من جامعة تطوان في المغرب الأستاذ عبد العزيز بوب سهولي من المغرب الأستاذ سعيد توفيق من مصر الأستاذ محمد المبكري من تونس الأستاذ فتحي القزو من تونس الأستاذ رسول محمد رسول رحمه الله من العراق الأستاذ فيصل الشطي من تونس الأستاذ صابر مولاي أحمد من المغرب والأستاذ المنجي لسود من تونس أريد كذلك أن أشكر للصديق العزيز الأستاذ فتحي جزو أستاذ الفلسفة في جامعة سوسة والآن في جامعة محمد بن زايد في أبو ظبي الذي حرص بعد التداول في الفكرة مع دكتور مولاي أحمد صابر على تجميع المقالات وتنظيدها وأشرف على تحريرها وتقديمها التقديم اللائق وعلى التصدير لها وترجم مقالة الفيلسوف الصديق جون جرايش التي وردت في بداية الكتاب وقدمت صورة تأليفية ذكية حول وضعية التأويليات اليوم أريد كذلك أن أشكر الأصدقاء المساهمين في هذه الندوة وأخص بالذكر منهم الأساتذة عماد العماري والسيد عبدالله السيد والدباء الأساتذة سعيد توفيق فتح التريكي رغم عدم حضورهما لتعذر ذكره الأستاذ عماد درويش حسام الدين درويش أريد أن أشكر خاصة مؤسسة مؤمنون بلا حدود ورئيسها السابق الصديق محمد العاني وهو الذي رعى مشروع التأميليات منذ العام 2014 ثم لدار النشر مؤمنون بلا حدود ولمديرتها الدكتور ميادة مصطفى كيالي التي استقبلت الكتاب وسهرت على إخراجه ونشره وتوزيعه في هذه الصورة الأنيقة الرفعة وأخيرا أريد أن أشكر الصديق حسام الدين درويش الذي يدير هذا اللقاء بحنكته المعروف وبنفاذ بصيرته شكراً له على صبره على قراءة كل هذه الكتب التي نره يدير الحوارات حولها بصفة دورية ومنطفرة لابد لابد أن أشكر بيت الحكمة أكاديميتنا العتيدة وقسم العلوم الإنسانية والاجتماعية بها على قبول إيواء هذا اللقاء ووضعه تحت إشرافها المشترك فشكراً لأستاذ محمود بن رمضان رئيس المجمع وللأستاذ عبدالحميد هنية رئيس القسم على هذا الكرام لا يمكن أن يكون حديثي في هذا اللقاء إلا حديث الشهادة ولكني سأعرض عن تقديم شهادة ذاتية تتعلق مثلاً بمراحل اهتمام بالتأويليات أو بسياقات هذا الاهتمام وما قد يرتبط به من الأخبار سأحاول عوضاً من ذلك أن أقدم شهادة عن الوجوه التي بدالي من خلالها أن التأويليات قد تمثل بداية أخرى للتفكير لا في السياق العربي المعاصر فقط وإنما كذلك في السياق العالمي وأنها لذلك تحتاج إلى أن تستأنف لنفسها بداية قد لا تكون مجرد جري على منهج وتطبيق لتقوية سأختصر القول إذن إلى ثلاث ملاحظات ربما أمكننا أن نناقشها اليوم أو مستقبلاً الملاحظة الأولى الكل يتحدث عن كونية التأويليات وعن طابعها الكل وهذا أمر من شأنه أن يطرح أسئلة عديدة لأن هذا الطابع الكل قد يفرض على فن التأويل نوعاً من هيمنة الأنموذج التي سرعان ما تلتحق بمنطق الحقيقة الملزم ضد منطق المعنى من المفيد ها هنا التذكير بأن التأويليات لم تتكون في صيغتها الحديثة إلا بعد أن وسعت من مجال موضوعها من قراءة النص المقدس أو من تفسير النص المقدس إلى قراءة أي نص من النص إننا نعين عند الفيلسوف الألماني فريدريش وشنير ماخر ولادة هذا النمط الممتد من فن التأويل الذي أصبح لا يهتم بتقنيات فهم النص المقدسة فقط أو النص الأدبية وإنما يوسع التأويل إلى جميع أصناف الخطاب ماذا يعني ذلك هو يعني وهذا أمر يهبنا نحن بشكل خاص لأننا في اختصام تأويلي مع النصوص المقدسة منذ البداية ومع القرآن منذ البداية هو يعني أن الكلام المقدس هو كلام يجري عليه بعد أشنير الآخر إذن يجري عليه ما يجري على كل كلام عموما إننا نرجع إلى شنير آخر هذا التوسيع الموضوعي المتعلق بالموضوع إذن والذي نتج عنه استنباط إشكالية جديدة لم تعد تتعلق بالحقيقة لم تعد تتعلق بمدلول النصوص وبمعايير تعيين ذلك المدلول وإنما باتت تتعلق ببنية فهم النصوص وأعني بهيئة الذات التي تقرأ وتتلقى المعنى أو الرسالة كلنا يعرف كلنا أننا جراب صافي كما يقول يعني عرب كلنا يعرف على الأقل نصي الغزالي قانون التأويل وابن رشد فصل المقاب وكلنا يعرف أن هذين الفيلسوفين قد جعل التأويل أمرا موكولا في النهاية إلى ما يفهم من عادات لسان العرب في الكلام وهي عادات محددة عند ابن رشد تذكرونها في تعريف التأويل ومعنى التأويل وإخراج بدلالة النفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية من غير أن يخلى في ذلك بعادة لسان العرب في التجوز من تسمية الشيء بسببه أو بلاحقه أو بمقارنه إلى آخر إذن ما قد جعل التأويل أمرا موكولا في النهاية إلى ما يفهم من عادات لسان العرب في الكلام وهي عادات محددة عند ابن رشد أظن خمسة أو ست عادات ولكنها كثيرة لا تنحصر والعبارة للغزالة لا تنحصر عند الغزالة لا يمكن حصرها لا يهمني الموقف التقليدي لترجيح رأي الغزالة على ابن رشد أو لترجيح رأي ابن رشد على الغزالة وإنما يهمني أن كليهما قد أوكل معيار التأويل إلى عادة كلام العرب إن تحكيم عادة الكلام واعتباره معيارا على المقصود من النص المقدس هو ما أخرج به فكأنما يصبح التأويل ممكنا لأننا نمارسه يوميا في لعبة القصد والفهم اليوميا ابن رشد يعتبره ممكنا والغزالة لنفس السبب يعتبر التوقف فيه أسلا ويقول ينتهي في نهاية الكتابة يقول أنا أعتبر أن التوقف عن التأويل أسلا لأنه يمكن أن يوقعنا في شبهات كثيرة ولكن نقفز على هذه البداية التي تؤسس قبل الأوان الإمكانية التداولية للتأويل لنحيل مباشرة على التأسيس الحديث للتأويلية لدى شليل المخر سؤالي الهرمينوتيقي بكل بساطة هو سؤال عن المستقبلات الممكنة للماضي وهكذا أفهم شخصيا عبارة البدايات الأخرى نحو بدايات الأخرى إن هذه الخصومة التي علقت استغلاق النص الطرآن أو التباسة أو ازدواجية معناها أو مثنوية هذا المعنى كما سيقول الفيلسوف التونسي المنسي محجوب بالميلاد التي علقت على كل هذا التي علقت كل هذا على حسم التداول اليومي للمدلولات إنما تمثل ابتداء آخر لم تتم مواصلته متوقف عند حد الغزالي وابن الرشد الغزالي أولا ثم ابن الرشد وانتهى الأمر في حين أنهما فتح من خلال هذه الإمكانية التداولية للتأويل التي لا تنحصر اختلف معك قليلا دكتور حسام لا تنحصر في الإشكالية ما بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي وإنما أهميتها متأتية من أن مجال التأويل الموضوع الذي نتأوله هو الكلام اليومي إذن كل كلام يومي وليس فقط الكلام القرآن وهذا أمر هام جدا لأن أسس عليه إمكانية التأويليات الحديثة وجعل التأويليات فنا يمكن أن يتطرق إلى أي شكل من أشكال القطاب يقول بما في ذلك تبادلات التحية اليومية هي موضوعات للتأويل وقت يقول لك سبع خير يجب أن تقول ما يقصد هذا يقول سبع خير فإذن قلت حسم التداول اليوم للمدلولات إنما تمثل ابتداء آخر لم تتم مواصلته رغب أنه يفضي إلى تأويلية تعلق على النص لا على أكسيومات الإيمان دلالة النص وعلاقتنا به هناك نوع من توسيع مجال التأويل إلى النص إلى أي ذي نص وليس على أكسيومات الإيمان التي كانت تمثل في نحاية الأمر المزلاج الذي كان يحصر عملية التأويل لا يمكنك أن تؤول إلا بالاستناد إلى ما هو معروف من قصد الكاتب إلى ما هو معروف من سياق الكتابة إلى ما هو معروف من إجماع الناس على المعنى لا يمكنك أن تدأويل إذن ليس هناك إن كان للذاتين أنت ما تحول الكلام إلى متداول لسان العرب في الكلام اليوم فإنك تفتح إمكانية أخرى أنا أقول هذه الإمكانية لم يقلها ابن رشد ولم ينطق بها الغزالي ولكنه ما جعلها إمكانية ممكنة واردة ونحن لم نواصل هذا الأمر هذا هو مشكلتي هذا الماضي له مستقبل ممكن انقطعنا عن تاريخ التأويليات ثم استأنفنا كأن الأمر ابتدأ من الصفر معاش لا يرماخ طبعا معا الذين سبقوه لا يرماخ والجماعة الذين سبقوه لا يرماخ وابتدأنا كأن التأويلية الحديثة ابتدأت مع الحداثة في المعنى لا هي كانت ممكنة انطلاقا من ابن رشد وعندما نتحدث عن هذه البدايات الأخرى فإننا نبحث عن إمكانية نستطيع بواسطتها أن ندخل إلى هذا الفضاء الكوني للتأويل الذي تمثله الفلسفة التأويلية اليوم الملاحظة الثانية تتعلق بما أسميه الفرصة التأويلية l'opportunity e humanitique وهي الفرصة التي يجد الفكر العربي اليوم نفسه أمامها بعد كل تجارب الفشل في قراءة نفسه أو إعادة قراءة نفسه ضمن مشاريع القراءة المختلفة والتي تلتقي كلها في موقف التطبيق للمنهج لا حاجة إلى التفكير بهذه القراءات التي اتدأت من وقت التزيني ومشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر المسيط بتطبيق المنهج الماركسي أو انتقلت من بعد ذلك إلى محمد عمارة إلى محمد عابد الجابري إلى غير ذلك من قراءات التطبيق القراءات التي تطبق مناهج وتعلن تطبيقها للمنهج بأن هذه المناهج قد أثبتت نجاعتها في سياقاتها هو كلام معقول لكن سنأتي إلى هذا المشكل لماذا أجد أن هذا التطبيق عقيم في نهاية الأمر إننا ننسى دائما أن الكتاب عفوا إن المعضلة هنا هي أننا لا نتبين أن البقاء ضمن منطق التطبيق لا يمكن أن يجدد المعرفة L'application ne renouvelle pas la connaissance appliqué ne renouvelle jamais la connaissance appliqué c'est toujours هو دائما تطبيق واستنتاج إذن إخراج لما هو متضمن وصام داخل معرفة سابقة فقط إن المعضلة هنا هي أننا لا نتبين أن البقاء ضمن منطق التطبيق لا يمكن أن يجدد المعرفة ولا الموقف المعرفي ولا الموقف التاريخي إننا ننسى دائما أن الكتاب الذي افتتح اللحظة الفلسفية للحداثة قد حمل عنوان مقال في المنهج مقال في المنهج ليس مقال في تطبيق المنهج هو مقال في إحداث المنهج إن تعاملنا مع الفلسفة لم يغادر إلى اليوم مقالات الطريقة وأحاديث المنهج أعني أنه ما يزال يتردد فيما قبل التفلسفة لا أقول هذا استنقاصا من المنهج ولا تهوينا من قيمته وإنما أقوله لأنه آن الأوان لكي نتفلسفة واقعا فيما بعد المنهج وما بعد الاحتياطات التقنية المختلفة آن الأوان لكي يصبح المنهج من موضوعات التفكير لا من المسبقات عليه وما وقع إلى حد الآن هو أننا اتخذنا المنهج كمسبق على التفكير وطبقناه بكل بسط إذن لكي يصبح المنهج من موضوعات التفكير لا من المسبقات عليه حان الوقت لكي يتحول التفكير من منهج إلى ثلق له أثناء التفكير ولعل أول الموضوعات التي يتعين مساءلتها هو حدود الانتساب إلى التاريخ هل نحن فقط أثر من التاريخ أليس من الغريب أن يكون مفكرون الفلاسفة في كثير من الأحيان من المؤرخين عبدالله العروي إيشام جعيط قسطنطين زريق وغيرهم هؤلاء مفكرون وهم فلاسفة ونحن نضعهم في مقام الفلاسفة لكنهم مؤرخون نصن ديزيستوريال أعني من مفكري العبرة والاعتبار بالمعنى الخلدوني وهذا في أحسن حالاته قد رفهم مشكور فيهم من ليس من مفكري العبرة أليس من الغريب أن يتحول عنصر من عناصر الوعي التأويل وأدواته إلى مرجعه الوحيد من حاول في فلسفتنا العربية اليوم أن يتجاوز الطرح التاريخ والحضار ألا يخشى من ذلك التباس التفكير بالإيديولوجيا حين يكون دور الفلسفة الحقيقي هو تكذيب أوهام الإيديولوجيا إن الفكر العربي هو اليوم أمام ما أسميه الفرصة التأويلية التي يمكن إجمالها في استئناف النصوص من أجل فتحها على إمكانات مفهومية ونظرية أخرى إنني أسمي هذا الاستئناف الاستئناف الصفري تسمية أخرى للتابولا غازاء الدكاردية المعروفة الملاحظة الثالثة وهي ملاحظة تتعلق بالتطبيق اليومي للتأويل ضمن الترجمة والتي أشار إليها عماد أنظروا إليها كما يلي ما نزال إلى اليوم نستخدم ونعول على ترجمات عربية وسيطة للنصوص الإغريقية القديمة رغم بداية ظهور بعض الترجمات الجديدة ولا يطرح علينا ذلك أي إحراج رغم أننا لا ننفك نلاحظ تجدد الترجمات بشكل يومي لنفس تلك النصوص في اللغات الأوروبية فما الذي يعبر عنهم تجدد تلك الترجمات من جهة وعدم تجددها في ثقافتنا من جهة ثانية مع نشأة الجامعات العربية وخاصة الجامعة المصرية والجامعة اللبنانية فيما أعلم على الأقل ظهرت فجأة ومنذ نهاية القرن التاسع عشر ولكن خاصة في بدايات القرن العشرين ترجمات نصوص فلسفية حديثة طرحت علينا أسئلة نظرية شاقة جدا ويمكنني تقريبا وصف مدار هذه الأسئلة في التشخيص التالي إن النظر في الترجمة الفلسفية في السياق العربي يستدعي أن نعاين اختلاف الحال في لغة لم يواكب فيها التطور النظري نفس الاستشكال الفلسفي الذي تريد ترجمته مما يضطرها إلى أن تحاور نفسها أولا توسيعا لإمكانات تلق يتيح لها تمثل مفاهيم فلسفية لا مقابل لها ولا جوار معها فيها إن مترجمة الفلسفة في لغة العربية مضطر إلى ابتداع ظل له زاده لغة قديمة قائمة ومعرفة حديثة ومعاصرة ولكنها صالدة فينتقل المترجم بين فلسفة يعرف مفاهيمها ويتمثلها في لغتها ياذا عليش عمد تحدث عن الانطاق يعرف مفاهيمها ويتمثلها في لغتها ولغة لم تنطق بتلك المفاهيم ولم تتمثلها أصلا لينطقها بها وفي ذلك تتمثل الترجمة الفلسفية إنها ليست نحنة الآخر كما قال الكتاب المعروف لقرد الاترانجي ذهب عني اسم وهذا من علامات الشيخوخة قلت إنها ليست نحنة الآخر إلا لأنها قبل ذلك نحنة النفس إن هذه الأطروحة التي أردت الانتها إليها واستشكالها تأويليا هذه هي الأطروحة التي أردت الانتها إليها واستشكالها تأويليا هل يمكننا أن نترجم من دون سياق للترجمة أعني من دون خلق ثقافة تتلقى هذا المترجم وتفهمه إن ترجمة نصوص الفلسفة ليست فقط ترجمة بداوجية لها ولكنها خاصة ترجمة تبني شروط إمكانها وعندما نقول في الفلسفة تبني شروط إمكانها يعني بكل بساطة إيغال تتفلسف وإذنك لا يمكن أن تكون هناك ترجمة فلسفية بدون تفلسفة ولا يمكن أن يترجم النص الفلسفي من لم يكن فيلسفة لحيث يمكن أن نكتب على أكاديمية الترجمة على أكاديمية ترجمة الفلسفة إن شاءتم من لم يكن فيلسفة فلا يدخل إليه كما قال أفلاطون عن المهندسين قلت إذن إن ترجمة نصوص الفلسفة ليست فقط ترجمة بداوجية لها ولكنها خاصة ترجمة تبني شروط إمكانها أعني شروط إمكان قول في ثقافة لم يولد فيها ذلك القول ولذلك على المترجم في السياق العربي أن يبتدع ظلا له يكلفه في كل مرة أن يكون مختبرا لتطور المفهوم في التاريخ يذكر بمراحله ويفترض معرفة تلك المراحل شرطا لقول راهنه إن أكثر ما يعوق ترجمة المفهوم الراهن هو عدم الوعي بما يحمله في طياته من طول مصابرة المفهوم على حد العبارة جيرار لبران المعروفة ولعل أكثر ما يعسد ذلك الوعي هو أن استباره لم يكن في أحشاء حاضنة ذاتية وإنما قارب أن يكون في داخل أنبوب مثل هذا الوضع ممكن ويحدث في جميع الحضارات لأن الصعوبة حقا هي في ترجمته إلى لغة لم تحمل به وفي هذه الحال فإن ترجمته تقتضي كذلك ترجمة ذاكرته عندما نترجم مفهوم من المفاهيم فإننا نترجم أيضا ذاكرة ذلك المفهوم وما مر به ذلك المفهوم من الأطوار التي كيف أقول أسست تلك الذاكرة وأثثت تاريخه وصنعت تاريخه لا يمكن أن نترجم مفهوما بدون ذاكرة نحن اليوم أعطيكم مثالا بسيط نحن اليوم نقع أمام مشكل في ترجمة مفهوم الانتليجانس أقول هذا على خطر عندي أحد الشبان الذين أكملوا مؤخرا أطروحتهم عن بيركسون بالذات لا يمكن أن نترجم مفهوم الانتليجانس البركسوني بسهولة لماذا؟ نضج في ثقافتنا نجم نترجمه بكلمة ذكاء طبعا نستعم كلمة ذكاء ولكن كلمة ذكاء لا علاقة الهاب المعنى الذي يقصده بيركسون هي شيء مختلف ولماذا؟ لم نستطيع أن نترجمه لأن هذا المفهوم لم ينضج عند بيركسون يقوله كما لو كان كمسي ساكولي دوسوخس عندنا نحن عندما نقوله فإنه يحديث مصدمة يعني ليس ذلك هو المعنى المطلوب مثل هذا المضع ممكن ويحلس بين جميع الحضارات إلا أن الصعوبة حقا هي في ترجمته إلى لغة لم تحمل به وفي هذه الحال فإن ترجمته تقتضي كذلك ترجمة ذاكرته لا يتعلق الأمر باختراع ضرب من الكلمات المنتفخة بالذاكره فهذه الكلمات لا توجد ويتعلق بخلق سياق يكون النطق فيه بتلك الكلمات نطقا بمعانيها واضطلاعا بتاريخها أيضا سيبقى رغم كل شيء هذا السؤال كيف يمكن خلق هذا السياق وهذه المشكلة تأويلية سأجيب باقتضاب شديد على أن أتوسع ربما في ذلك في مقال قادم إن خلق ذلك السياق هو المقصود بمحنة النفس إنه عمل تأويلي لا نبحث فيه عن معنى أول بقدر ما نبحث ضمنه عما يمكن ضمن أنفسنا رفعه إلى مقام جديد من الأولوية فالأولوية ليست شيئا سابقا إنها شيء نحدث الأولوية تحدث دائما عن الأول كما لو كان دائما سابقا هذا هو الحكم المسبقة الذي يصاحب كل حديث عن الأول الأول هو الأول الذي سبقه في حين أن الأول هو ما نحدثه على أنه الأول هو المحدث هو الذي نحدثه وإذن فهو يتضارب تماما مع مفهوم الأول الذي تعودناه لأنه مفهوم الأول الذي تعودناه هو أزلي ولا يمكن أن يداخله الزمن عندما نقول الأول هو ما نحدثه فإننا ندخله ضمن الزمن قلت رفعه إلى مقام جديد من الأولوية يعني الراهنية راهنية أنفسنا التي وحدها تقدر على قراءة ما يفيد عليها شكرا لكم شكرا جزيلا دكتور محمد يعني تجاوزنا تقريبا الوقت لكن سأختم سريعا يعني قبل أن أعطي المجال لمن يريد أن يعلق يعني أراك بدأت بكونية التأويليات إلى خصوصية الثقافات يعني وهنا هذا الجدل دائما بين الكون والخاص وكيف يمكن الجدل معه يعني أنت طبعا وأنت أصلا نموذجا نجسد كيف أنها الثقافي الخاص يمكن أن يجسد الكوني التأويدي لكن مع ذلك يبقى هذه الخصوصية بمبغي مراعاتها يعني فقط أود الإشارة إلى مسألتين المسألة الأولى أنني أتفق مع اختلافك معي ما بدأ أنك تختلف معي يعني فالأقول أن بالفعل ملاحظة بها أنا كنت أنظر نظرة نقدية إلى التعريف ليس إلى ابن رشد وابن عربي والغزالي والمعنى التأوي لديهم لكن لأن هذا المعنى لهذا المفهوم لهذه الكلمة ما زال يستخدم حتى الآن بدون أخذ الاعتبار يعني التطورات أو المعرفية الجديدة إذن أنا لا لهم طبعا ابن رشد في أفق زمنه في بسطه المعرفي كان ذلك لكنني لم أنتبه إلى إمكانية هذا الاستئناف هذا يعني أنا ما اختلفت معي هنا الإضافة هنا أتفق معها تماما وبالفعل يمكن تفتح أفقا جديدا كيف يمكن أن نجعل من المجال التداولي الذي يتجاوز هذه الزوات هذا الذي يريد أن يتحكم بالتأويل ويفض هذه الرؤية لأن يكون بمعنى ما معيارا لكي نتابع من خلاله وهذه يعني فكرة مهمة تماما الآن في النقطة الثانية التي تحدثت في عن الفرصة التأويلي والاستئناف يعني رأيت من بعيد شبح استعادة قدامر في نقضه للمنهج دي معنى أن المنهج يفترض ما النقد هنا ببساطة المنهج أن المنهج يفترض مسبقا النتائج التي يمكن أن تتمخض عنه يعني المنهج ليس مجرد آلة محايدة يمكن أن تكون تنتج ما نشاء أو ما تشاء الموضوعية أن تنتجهه وإنما لا المنهج له يعني بمعنى هو معرفي أصلا محدد بالخطوات فبالتالي عندما نطبق المنهج الماركسي تبين أننا مهما كان الشخص مهما كان الواقع مهما كذا سنعود لنكرر نفس المقولات عن الطبقات والصراع الطبقي والوضع الاقتصادي إلى ما هناك فهذا هو المأخذ يعني الأساسي على المنهج بهذه الطريقة يعني أنا نميز بين المنهج والمنهجية يعني المنهجية دائما مطلوبة لكن المنهج بهذا المعنى ففي رأيك يعني والتفلسف ما بعد المنهج وهنا أقرأ ما بعد بالطريقة أيضا التأويلية المابعد لا يجب ما قبله يعني لا يقضي عليه لا يلغيه بالمعنى الكامل وإنما يتجاوز كما قلنا بالمعنى الهيجلي بمعنى يتضمنه يسبح في إطار أوسع في إطار أرحب يعني يفتأ هنا التجاوز لفتح آفاق المستقبل بدل من الانحباس في الأفق الماضي المسألة الثالثة والأخيرة ويعني لست متأكدا أراها فكرة غير هلمونطيقية بمعنى ما وأنا ذكرتها الاستئناف الصفري تعرف يعني أن المعرفة أو الرؤية في الهلمونطيقة ليس هناك صفر لنبدأ به ليس هناك نقطة نقول هذه صفر ومن ثم سنبدأ حاليا دائما هناك ماض دائما هناك فهم مسبق رؤية مسبقة تاريخ تراث ولا نبدأ من الصفر فهذه بدأت الاستئناف الصفري يعني فالأقول أنني لدي فضول أكبر اللي أتعرف عليها في القادم ومسألة البعد عن الايدولوجيا يعني هنا الفكرة الايدولوجيا وهنا في هذا السياق يمكن أن أفهم إذا الاستئناف الصفري بمعنى البعد عن الايدولوجيا بوصفها تفكيرا مانويا يقسى بالعالم إلى يد وأسود صح وخطأ بدون الفكر يقع في هذه المنطقة الرمادية ليس هناك بمعنى حق مطلق ولا باطل مطلق فالاستئناف الصفري بعيدا عن هذه الرؤية المانوية القطبية المثنوية ربما أفهمها أما بعيدا عن أي تحيز بالمعنى المنطيقي ربما هنا يعني بحاجة إلى توضيح أكبر هو كلامك صحيح في أن لا يوجد استئناف صفري ولكن ينبغي أن نضع أمامنا كما يقول الفينوينوجيون قدوية ديكارت وهذه القدوية تعطينا أن هذا الاستئناف الصفري وهذه البداية الصفرية هي صفرية منهجيا يعني لم يلغي ديكارت المعارف التي قرر أن يستأنفها من الصفر هي كانت موجودة ولا يستطيع لا هو ولا غيره أن يلغي ولكنه منهجيا يقرر أن يبتغي أن بين الصفر دوك سيت تابولا غزا دو ميتور تمام وليس تابولا غزا يعني لأنها فعلا تابولا غزا لكننا محتاجون في التفكير إلى أن نبني هذه الأشكال وإلى أن نبني هذه كيف أقول الأوضاع التي ننطلق منها منهجيا علينا أن الطريقة هذا هو المقصود تماما لكن هي تبدو فالأقول أنها مفارقة منتجة استئناف هي تكملة لما سبق إذن ليس معنا الآخر نفتع تعني تكملة لما سبق دونك سيت تن وتعني أيضا أنا أستعمل هذه الكلمة لأنها في العقبية وأستعمل بهذه وهذا هو الفيلسوفي لو كان عن وهذه الكلمات التي لديها لها أكثر من جانب لها مكان خاص لدينا إذن يعني نحن تجاوز الساعتين لكن إذا ربما هناك تعليقات أو كلمات سريعة ربما نعطي المجال قبل أن نختم في مجال أنا أريد أن أقول كلمة وقال أنني أتفق مع اختلافك لن تسمع هذه الكلمة إلا من تأويل هذه كلمة لا تقال إلا من تأويل فاتفق مع اختلافك تماما من يريد لديه أي تعليق أو سؤال الدكتور محمد أو تفضل سيعطيك المايك المايك شكرا الأستاذ بالله عجبتني السياق الصفري من الجمش يكون القطيع الإبستمولوجيا لأنها قطيعة ولكن مش قطيعة بالمعنى المطلوب كما يقول باشراء طبقها الجابري وفوكو قلت يسير وكل جزت حبيت في هذا عجبتني السيغة ولكن هل أقرب للقطيع هي السيغة في نفس البقض هي تحية لما يقع من المسافات الصفرية التي نعرفها كان بالعالم استعملت حتى أشير في غمزة إلى ما يقع على أرضنا المسلوبة ولكن صحيح القطيعة الإبستمولوجية شكل من أشكال الاستئناف الصفري لأن اللحظة التي تقع وهذا أمر يبينه باشلار بكل هذه اللحظة التي تقع فيها هذه القطيعة الإبستمولوجية هي اللحظة تتزلزل فيها المعارف تماما كأن ماذا نبتدئ من الصفر سمحت أولا أهنئك على هذا التقديم وهذا الكتاب الجماعي أشكر كل المشاركين فيه لأهمية الموضوع حقيقة عندما قلت أستاذ محمد أن التأويلية والتأويلات ليست حكرا على مجال أو اختصاص بعينه بل أننا في حاجة إلى التأويل في سئر الخطابات الخطاب الأدبي والديني والفني إلى آخره إذن أنا أريد أن أؤكد أمرين أمرين يتصلين بالتأويل التأويل فعل وفن يعني وردت في كلمتك كلمة الفن هو فعل يعني فعل يتصل بالتفكير ولكن أيضا هو فن يتصل بهذه الإمكانات المتعددة أو المعارف المصوحية التي يملكها المؤمن لكن ينبغي لا ننفي دور المتلقي وهنا نعود إلى أمبرتو إيكو أمبرتو إيكو الذي كتب لكتور إن فابولا يتحدث عن هذا التعاضد التأويل يعني في ما قدمته و يعني أجده تأكيد دائما على المؤول أو على المؤول وعلى الفهم فهم لكن أيضا لا يمكن أن يتحقق هذا الفعل التأويل إلا بهذه العلاقة التعضدية التشاركية ننسى الكلمة الشهيرة لأمبرتو إيكو عندما يقول إن النص إينا كسولة هذه نقطة النقطة الثانية ألا نخشى من فائض التأويل أو التأويلات المتعددة التي يمكن أن تأخذنا إلى متاهات أن نتحدث عن نص الأدبي وغير النصوص الأدبية فعندما إذا ننتش بهذه التأويلات المتعددة قد نغيب المعاني الأخرى العميقة والمعاني الثواني ومعاني المعاني على حد عبارة الجورجين فقط شكرا معك ألف حق التأويل يعني كثرة التأويلات كثرة التأويلات لا تعني اعتباطية التأويلات ولا تعني أن لكل شخص العقف أن يؤول كما يريد لا ليس هذا هو المقصود ولكن يعني نفي هذه الاعتباطية لا يعني وحدة التأويل وهناك كثرة تأويلية رغم كل شيء لكن هذه الكثرة مشروطة بمعرفة السياق بالمعارفة التاريخية يعني كل ما يتعلق بالنص في نهاية الأمر ولذلك هناك تجاه كامل التأويلات يتعلق بربط التأويلات بعلوم النص بالمعارف العلمية المتعلقة بالنص والتي هي كثيرة أيضا طبعا أنا لا أدافع عن الاعتباطية في التأويل يعني فقط ربما هنا إشارة سريعة لأن بورتو إيكو نفسه يعني هو ناسا كما ينوس معظم المنظرين في هذه المسألة عندما كتب العمل المفتوح لوف أوفير من بداية إذن لا يؤكد إذن فتاح العالم للعمل أو العمل على تأويلات لا متناهية بمعنى ما من حيث المبتأ لكنه بعد ذلك اضطر إذن يكتب حدود التأويل إذن هو نفس الشخص أو نفس الباحث أو نفس المنظر الذي أكد انفتاح العمل على ما لا نهاية له من التأويلات اضطر أن يقول إذن بين الانفتاح اللامتناهي هناك أيضا حدودها بدل قصد المؤلف يعني غالبا الشرك الأكبر الذي يقع فيه يعني هيدا التحويل المسألة التأويدية إلى نفسانية نريد أن نعرف ماذا داع في ذهن المؤلف أو كذا لكن هنا تحدث عن قصد النص يعني وبهذا يعني هربنا أو تجاوزنا هذا المعنى النفساني إذن إذا كان هناك من يريد أن يعلق أو يضيف قبل أن نختم لنا فعلا تجاوزنا الوقت أو ما هو متفق عليه لن نطيل أكثر متارك طيب شكرا جزيلا لكم شكرا لدور محمد محجوب على هذه الفرصة وشكرا لبيت الحكم على هذه الاستدامة